السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ النهاردة ان شاء الله الجزء الاول في المناعة في الانسان المفروض ان احنا كنا متعودين ان كل درس بنعمله حصة الزيادات لوحده لا احنا هنا الزيادات هتبقى مدمجة في قلب الشرح فبدل مثلا ما كنا نشرح الدرسين بتوع المناعة في الانسان درس ودرس والتالتة هي حصة الزيادات والمراجعة لا هيبقى الثلاث حصص بتشمل الزيادات مع درس الاصلي مع بعض يعني احنا مفروض ان شاء الله بقلنا حصتين غير الحصة بتاع النهاردة وانيبقى خلصنا المناعة تماما بمراجعتها باذن الرحمن فنركز بقى عشان ما نسرحش ايه من بعض هنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم المناعة في الانسان تمام المناعة في الانسان دي يا شباب ممثلة كده في جهاز اللي هو الجهاز المناعة قبل ما نتكلم على الجهاز ده عايز اقول لكم ان هو زيه زي كلها جهزة الجسم ديه وظيفة ومعينة الا وهي المناعة ان يدفع عن الجسم ضد اي حاجة هي بتتواجد فيها ولكن في بقى حاجة مهمة جدا ايه بقى الحاجة المهمة جدا دي يا دكتور ان جهاز المناعة مش زي بقيت الاجهزة في حاجة ايه الحاجة دي ان كل اجهزة جسمية لو احنا بصينا عليها يا احمد ان لاقيها ان هي متصلة مع بعض بمعنى مثلا لو جينا بصينا على الجهاز الهضمي هنلاقي ان هو عادي بيبتدي بالفم والبلعوم والمريء والمعدة والامعاء الضقيقة والغليزة وانتهى فتحة الشرك كلهم متصلين ما بعض كلهم كونتينيوس مستمرين وارا بعض لو مسكنا الجهاز التنفسي بيبتدي بالانفة والفم يدخل للحنجرة والقصب الهوائية والقصيبات الكلام ده كله يا شمس تمام فهو برضو لحد ما بنوصل للحواصلات الهوائية والشعب الهوائية فكل حاجة بتبقى متصلة ورا بعض جهاز المناعة بيبقى اجزاء متفرقة مثل نطورة في اماكن مختلفة تمام كده ورغم ان هي متفرقة الان هي متصلة وظيفية ده بالنسبة ليه جزء بتاعنا اللي هو عن جهاز المناعة خلاص فالذي انتوا عارفين ان جهاز المناعة في الانسان هو عكس كل جزء الجسم ان هو مش متصل مع بعض ولكن اجزاء متفرقة في اماكن مختلفة ده هنبدأ نقول عليه دلوقتي ورغم ذلك الا انها متصلة اتصال اه وثيب جدا في الوظيفة بتاعتها اذا متصلة وظيفيا متفرقة تشريحيا خلاص طيب جهاز المناعة في الانسان هو سمولك الجهاز الانفاوي انا الصراحة مش بحيب اقول عليه الجهاز الانفاوي بس ليه بقى لان الجهاز الانفاوي بيبقى عبارة حاجتين اقولهم كده قدام وانتوا هتلاقوني في بداية الحصة عمال اقول سكيمة هيكل للموضوع فانا مش عايز حد يسأل لحد اما خلص اقول حد عنده سؤال يسأل طيب انت عشان سؤال ما يطرش من دماغك اكتبه فرقة لقيتني بعد ما خلصت وبقول لك اسأل لقيتني مجاوب عليه خير وبركة ما جاوبتش اسأله اتفقنا؟ طيب احنا هنبدأ نقول بدل ما هو اي الجهاز الانفاوي انا هقول جهاز المناعة في الانسان تمام؟ هنبدأ نتكلم على جهاز المناعة او الجهاز المناعي جهاز المناعة هو ما اسمه لك لخمس حاجات انا مش هاسمه الخمسة انا هاسمه الى ثلاثة هو ما اسمه لك كمان لستة تمام؟ انا اسمهم لثلاثة والثلاثة هم هم الستة وتعرف الكلام ده قدام والتأسيمة بتاعتي أسهل ومنطقية بشكل أكتر طيب أول حاجة بيتكلم عليها إلا وهي الأعضاء اللنفوية أو الأعضاء اللنفوية تاني حاجة وجدين إلا وهي خلايا الدم البيضاء اللي احنا بنقول عليها اسمها White Blood Cells بعد كده رقم ثلاثة المواد الكيميائية المساعدة دولي الثلاثة إن شاء الله إحنا نبدأ نتكلم عليهم النهاردة لو خلصناهم يبقى خلصنا الدرس إحنا نبقي حاجة واحدة بس تحت خلايا الدم البيضاء بس مش أكتر يعني أحد التفرعات بتاعتها أوكي آدي كده ده خلايا الدم البيضاء وآدي الخلايا أو الأعضاء اللنفوية وهنا أعرف ليه سموها كده تمام؟ الخط يا أولد لازم يقوزي المسترة ما بيجيش بيفلت في آخر اللحظة فداء موجودة؟ آه نتقوني بندها عليكم كل شوية أو بحيب الناس تستجيب كده بسرعة طيب مين الأعضاء اللنفوية اللي احنا نتكلم عليهم هنتكلم على ستة ستة أعضاء اللنفوية عدوا معي رقم واحد نخاع العظم اللي هو نخاع العظام رقم اتنين الغدة الطيموسية بتاعت الطفولة رقم تلاتة اللوزتان اللي هي اللوز رقم أربعة الطحال بتاع سمية الخشاب رقم خمسة بقع باير بقع إيه؟ باير ونعرف يعنيه رقم ستة العقد اللنفوية نركز بها عشانا نبدأ نقول كلام كتير أو يبراهم طيب خلايا الدم البيضة دي لما بنيجي نقسمها بنقسمها الحاكتين لنعمن الخلايا في خلايا اسمها خلايا محببة وخلايا غير محببة قادي الغير محببة وقادي الخلايا المحببة طيب لو جينا نبص هنا كده مين يحمد الخلايا الغير محببة؟ قال لي اتنين خلايا اسمها خلايا لمفاوية وهنبدأ نتكلم عليهم بالتفصيل وعندي خلايا كبيرة وحيدة الانوية أو وحيدة النواة تمام كده؟ خلايا ايه؟ وحيدة النواة هنعرفها لأن احنا نمسك الجزء ده الواحد ونتكلم عليه الخلايا المحببة هم تلاتة في خلايا اسمها خلايا متعدلة وهنعرف يعني ايه؟ وخلايا حامضية اكيد كانت برة التلاجة وخلايا قاعدية بهزر المواد الكيميائية المساعدة هم اربع حاجات اللي انا بعمله ده انا مش بشرح انا بعمل ايه يا سامار بقولي سكيمة ماشي يا عم قد ينا ماشيين ورا سكيماتك كما نشوف اخرتها معاك اول حاجة من المواد الكيميائية المساعدة مواد اسمها الكيمو كينات ليه الكيمو كاينز وبعد كده الانتر ليو كينات تمام؟ انتر ليو كينز وبعد كده سلسلة مواد اسمها سلسلة المتممات او المكملات واخيرا الانترفيرون تمام؟ ده ان شاء الله المفروض اللي ناخده في الدرس كله اللي سكيمة اللي قدامكم دي يا شباب اتفقنا؟ خلاص كده حد عنده اي سؤال في الاسكيمة؟ انا لسه ما شرحتش ايه كل حاجة حد عنده سؤال؟ قولوا او لا حسنكم موجودين عايشين لا تمام اوكي طيب تعالوا بقى نبتدي على بركة الله كده اول حاجة في الاعضاء اللي نفوية الا وهي نخاع العظام يلا يلا بي نبتدي نتكلم المراقم واحد عن الاعضاء الف الاعضاء اللينفوية والاعضاء اللينفوية اول حاجة نتكلم فيها الا وهي مين؟ نخاع العظام جميل اوي التنسيق يا اولاد لما واحد يبقى منصب كده حسنو مستلية يلا اول حاجة ناخدها فيها نخاع العظام كنا ذكرنا اسم نخاع العظام قبل كده في مرة حد يقدر يقول لي فين؟ يبقى حبيبي كده يفكرني في اوائل المنهج حد يفتح المايك الموجود بين الفقرات الموجود فين؟ النخاع العظام موجود فين؟ اللي هو بين الفقرات بحيث ان هو يتصل بالمخ اللي هو جوة العظام في القفص الصدري في القفص الصدري برافو عليك احسنتي مين قالت مرام؟ اه برافو عليك لما قلنا من وظيف القفص الصدري انه بساعد على التنفس في الشيق والزفير والحركة بتاعتها قلنا الوظيفة التانية ان العظام اللي هي الضلوع عظام مسطحة بتحتها وداخلها عن نخاع العظام الاحمر المسؤولة عن تكوين خلايا الدم مفاكرين الكلمتين دول قلنا هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله قدام لما نوصل منعجه مكانها بقى نخاع العظام يا شباب موجود فين؟ بصوا ممعايا المفروض تعالوا نتكلم كده يعني نسبنا من نخاع العظام ونتكلم على كرات الدم الحمراء اللي اسمها الأربسيز تمام؟ الأربسيز او كرات الدم الحمراء بتتكون فين في جسم الانسان؟ قال لي على حسب عمر الانسان وقسموا العمر الى ثلاث مراحل كان مرحلة ثلاثة المرحلة الاولى قالوا وهو الانسان جنين يعني اسناء الحياة الجنينية تمام؟ ثم بعد كده من اول بعد الولادة من اول ما الطفل بيتولد لحد سن البلوغ لحد سن البلوغ هنلاقي خلال الدم الحمراء بتتكون في مكان تاني ثم بعد كده بعد البلوغ لحد ما بنموت بيبقى ليها مكان ايه بقى الاماكن دي يا شباب يلا اول حاجة اول ما الانسان هو جنين جوه بطن الام بيتكون كرات الدم الحمراء فين؟ في الكبت اهو ومين تاني؟ والطحار ده الاماكن كان بيتكون كرات الدم الحمراء الاربسيز طب بعد الولادة بيتكون بص كده في نخاع العظام الأحمر اللي موجود داخل العظام الطويلة داخل العظام ايه الطويلة؟ ده كده من العظام الطويلة؟ كنا مقسمين انواع العظام عظام طويلة وقصيرة ومسطحة وغير منتظمة هذه العظام الطويلة والأحمر اللي جواها ده نخاع العظم شفتوا كده الناس اللي بتاكل كوارع كده وفيلم ابو عالي لما كان قاعد معمولنا زكا عمال يأكل في المصمت وقعد يقول لها بصي هتاخد الحتة دي اه والله هتاخدها مية وجات قامت رجعت عشان نتظرين بيبي هو نفس الفكرة هو اللي جوا ده بقى اللي بيقعد يقول لك حتى كل ايه؟ كوارع ترم عظمة بيأكلوا بقى من جواها نخاع العظم نخاع العظم اللي جوا العظام نركز بقى من أول ما بنتولد لحد ما بنبلغ بصوا الحتة اللي فوق دي بيسموها ال-end of bone اللي هي نهايات العظام واللي في النص دي بيسموها حاجة اسمها شافت اللي هي ساق العظمة احنا لدينا دعا بالساق اللي هي دي كده نمسح ده بقى نخلينا في اللحمر ده بس يبقى اللحمر ده بس عبارة عن نخاع العظم الأحمر يبقى ده داخل نخاع العظام الأحمر نسميه حاجة اسمها رد bone maru نركز تسنيم طيب عظيم جدا بعد ما بنبلغ يا شباب العظام الطويلة بيختفي منها نخاع العظام الأحمر ويستبدل بنخاع عظام أصفر يستبدل بمين بنخاع عظام أصفر طيب وكده الأربسيس تتكون فينا أو كرات الدم الحمراء قال لي في مكانين مين بقى المكانين العظام المسطحة يلا ده نخاع العظام ويقصد بي الأحمر ماشي ما يقصدش الأصفر يتكون فين قال لي أولا في العظام المسطحة المبططة اللي هي الفلات أسأل سؤال بقى مريم محمد وليلي أمثلة كده للعظام المسطحة أو المبططة في جسمي نين جز طيب مريم مصطفى أو أنا محدودش مع حضرتك مش عارفية طيب ماشي نسأل رحمة خالد نعم يا دكتور العظام المسطحة في اللي هي في لوح الكتف أوكي وإيه ماشي وى اللي هي الدلوع الدلوع تمام اين وفي اللي هي عظمة الوركة مش الوركة اللي هي مهم مهم اللي هي عظمة 有ا عظمة ايه تاني تمام اه ايه تاني في حاجة مهمة قولي يا رانا الجمجمة برافو عليك احسنتي عظام الجمجمة صح كده يبقى من ضمن العظام المبططة او المسطحة يا شباب اعظام الجمجمة عظمة القص عظام الضلوع المتصلة بالقص وتنزيب تلاقي تحت عظام اللي هي عظام الحوض اللي هي عظمة كان في الحرقفة الظهرية بالذات تمام كده يا شباب يبقى دي العظام المسطحة طيب في بقى حاجة تانية يا شباب لقينا ان السنة ما بيوصل سن البلوغ بيختفي نخايا العظم من العظام الطويلة كطول من الساق بتاعها ويبقى موجود عند النهايات بتاع العظام الطويلة هنا كده وهنا كده يبقى النهايات يبقى موجودة عندها احمر اما الساق او الشافت يبقى موجودة عندها نخاء العظام الايه الاصفر يبقى احنا الى اماكن التانية يبقى فيها نخاء عظم يلا قال لي رقم واحد غير العظام المسطحة اتنين بقى قال لي نهايات العظام الطويلة طيب أسأل سؤال هل يا شباب كل العظام الطويلة قال لي لا ومال مين خصوصا العضد اللي هي عند الزراع صحي كده والفخذ عضمة الفخذ اللي عند الفخذ وعندي برضو ممكن تكون عضمة القصبة القصبة الداخلية والشاصل الخارجية اللي هي نعم القصبة الحاجات دي هي بس اللي بيبقى عند النهايات بتاعتها في الأبر اند واللور اند في النهاية العليا والسفلة هي بس اللي فيها ايه نخاء عظام أحمر بقى العظام الطويلة ما فيهاش يبقى نخاء العظام الأحمر يا شباب عايزين نعرف مكان وظيفته مكان والله موجود في العظام المسطحة اللي احنا قلنا أمثلتها واحد دين ثلاثة ونهايات العظام الطويلة زي العضد والفخذ ويه القصبة يبقى بعد البلوغ نكمل هنا بيتكون فين الأربسيز اللي في العظام المسطحة تمام ونهايات العظام الطويلة فينا لما قال نخاء العظام الأحمر بيتكلم على بعد البلوغ يعني هل بقى شباب انتوا كده فاهمين أحسن وأشتر لو انا قلت لكم فين نخاء العظام الأحمر قبل البلوغ تقولولي فين ينفع لون نفس الأماكن لا بدل النهايات تبقى موجودة فيه الشافة أو الساق صحي كده اللي هو بنسميه ساق العظام اللي ايه الطويلة تمام طيب ايه وظيفة نخاء العظام يا شباب قال لي حاجتين والصراحة الحاجتين هم حاجة واحدة يعني هم قسمهم لك لحاجتين لكن هم حاجة واحدة ايه بقى تعالى نقول الحاجتين بتوعه ونشوفهم ازاي ينفعوا حاجة واحدة يلا صلى الله رسول الله ايه بقى الوظيفة قسمناها الحاجتين الوظيفة اللي احنا كنا نحافظينها زمان خالص كده يا احمد في الدعامة والحركة اللي هي انتاج خلايا الدم اللي هي تلات حاجات قرات الدم الحمرة اللي هي كرات الدم البيضة والصفائح الدموية ما عليش هكتبهم بالانجليز عشان مساحة بس بليه تلات الصفائح الدموية بقى انتاج خلايا الدم التلاتة دول طب ما يا شباب يقولك رقم اتنين انتاج خلايا لنفاوية ده هو عاملها كده رقم اتنين طب يا حبيب قلبي ما الخلايا لنفاوية دي هي احد انواع الويت بلوت سيلز اللي احنا نتكلم عليها ليه احد انواع خلايا الدم البيضة فليه تعملها كوظيفة لوحدها فهمين قصدي ايه؟ ولكن ما علينا احنا برضو فهمين هم؟ حد عنده اي سؤال؟ دكتور هم؟ يعني هنا في الرسمة اللي هو من بعد الولادة لحد البلوغ هم؟ في العظام المسطحة؟ في العظام المسطحة والعظام الطويلة في الساق بتاعتها عادي جدا بيبقى فيها نخاء عظام احمر بعد ما الانسان بيبلغ يبقى في العظام المسطحة برضو ونهايات العظام اللي هي الطويلة؟ النهايات طب والعظام الطويلة الساق بتاعتها تستبدل بحاجة اسمها نخاء العظام الاصفر الاصفر اللي أنا لا اسمه اصفر هنا طبعا هو في الفترة دي بيبقى احمر طب الاصفر اه الاصفر ده بقى يا شباب اللي هو اليلو بون مارو ده ايه فايدته؟ بيصمع خلايا دهنية بيصمع خلايا ايه؟ دهنية اسأل بقى سؤال هو انا اللي هجاوبه تطبيق كليميك يا شباب تطبي على الكامل اللي احنا بناخده ده هو كون ان الانسان بعد البلغ بيبقى موجود في الساق بتاع العظام بتاعته التعظام الطويلة نخاء عظام الاصفر اللي هو هنا فده يبقى دليل ان الناس الكبار جده تيتا بعد الشر عليم ربنا يديرهم الصحة طلطة العمر فالناس ستين اللي هما السبعين وثمانين سنة دول اللي ما يبقى ماشين في الحمام يتزحلقوا باللاني بيحصل دايما كسر للعظم صح يعملوا عملية طبعا هما عندهم الناس كبار السن موضوع التامل العظم صعب جدا يكاد يكون مستحيل كبار السن بيؤثر على التامل العظام مش هينفع عن يجبس اما نعمل ايه نعمل عملية ونركب مفصل نركب بقى الجزء اللي هو الجزء ده كله معايا؟ طيب نركبه صناعي طب لما نركبه ما الحتة ده اصلا انكسرت ولما تكسرت يا شباب من هنا شوية من اليلو بون مارون وخال العظام الأصفر اللي بيصمع الخلايا الدهنية راح للدم او شوية من الخلايا الدهنية دي فلتت للدم أثناء الكسر ولما راحت للدم نعمل العملية والسيناريو اللي بيحصل بعد اسبوعين ثلاثة من العملية دا ايه الراجل او الست دا توفق دا ايه لايه لله ليه بقى؟ لان يا شباب الخلايا الدهنية اللي طلعت من الخلايا العظم لما تكسر إيه اللي حصل؟ راحت للدم. عمل حاجة اسمها شاورينج. قاعد تمشي في الدم. لحد ما وصلت لوعية دموية بتاع ما ماشي في الدم كله. لحد ما وصلت الدم اللي رايح للرئة وجات قفلة عملت زي الجلطة كده. الخلايا الدنيا عملت زي الجلطة. وقفلت لوعية دموية الرئوية. هل الإنسان يقدر يعمل أكسجا وياخد أكسجين زي الناس؟ ويودي للدم أكسجين لأ. لأن الدم أصلا مش عارف يروح للمنطقة دي فمش عارف ياخد الأكسجين. فيحصل الإنسان عدم ق قدر على التنفس لحد ما يموت. خلال دقاية. تمام يا شباب؟ كلها بسبب إيه؟ بسبب جلطة دهنية. هي اللي عملت الموضوع ده. يبقى ده عشان خاطر كسر العظام الطويلة. طيب. عمركم سمعتوا عن واحد حصل له كسر ونزف؟ ايه كتير. طيب إيه اللي يخليه ينزف؟ تفتكر إيه يا مرامل اللي يخليه ينزف؟ إن الكسر بيحصل فوق عند قراطة الدم الحمرة. برافو. الحجل الشائعة لو أنا سألت فيكم إيه اللي يخلي الراجل اللي يحصل ليه كسر العظمى وينزف؟ وإن يا دكتورة عظمى اتكسرت بقيت عاملة زي السكينة وجنبها أوعية دموية قطعتها. أقول لك برافو صح. بس أنا مش ده اللي عايزه هنا. لا يا عمل أوعية دموية بصتت عليها لقيتها سليمة. ولكن الراجل ما زال بينزف قال له بينزف منين من هنا؟ أصل ممكن يكون حصل له كسر في الأبر اند واللور اند ودي فيها ريد بونمر ومصنع خلايا الدم الحمرة. مصنع. والمصنع لما ينزف يا لهو يدم كتير. فممكن يكون النزيف بسبب كسر عند النهايات. تمام يا شباب؟ طيب أقول لكم بقى آخر تطبيق. ها. هو لما بيحصل كسر في النص عند الخلايا الدم الصفرة دي. آآ ما بيكونش ليه حل. يعني بعد ما بيعمل له عملية وبيتصرف دهول للدم. للأسف يعني كل واحد وحظه. برضو الفكرة كلها الناس كوبار السنة ده. لانه وبعد العمل مش بيقدر يتحرك. احنا مسلا لو ناس صغيرة. آآ لأ ممكن نتغلب عن موضوع الدورة الدموية بتاعتنا شغالة واحنا شباب وجسمنا كويس وبنتحرك بعدها ونمشي. انما الراجل ده بيبقى قاعد في السرية ما بيقدرش يتحرك. يعني يامل هاش حلول خالص تبية. للأسف. للأسف. طبعا دي حاجة بتعرف بنا بقى. على حسب هو دخل من هنا. دكتور. خلايا دهني ولا قولي. هو لازم يموت فعلا بعدها بحاجة وسيطة. للأسف ده السيناريو الشائع. اكتر من ثانية في المية من الناس بيموت. آآ. طيب. تعال بقى نبص على معلومة صغيرة. ايه بقى? احنا اتفقنا يا شباب ان وخاع العظام الاحمر. المكان الاساسي بتاعه فين دلوقتي. اي حد بعد البلوغ ها? العظام المسطحة وانهايات آآ من العظام الطويلة. الاساس والكمية الاكبر في مين? في العظام? المسطحة. في العظام المسطحة. عشان كده يا شباب لما حد بيحصل له اي امراض في نخاع العظم او في الدم. ولا يكن مسلا حد عنده سرطان دم. وعايز اشخصه. مش انا باخد عينة. من نخاع العظم. اه. انتو عارفين عينات نخاع العظم دي بتتاخد ازاي? بينجيب ابرة. الكلام ده مهم على فكرة. مش مجرد زياداته خلاص. بينجيب ابرة. ابرة خاصة بالعظم. واندخلها جوا العظم. وناخد عينة من نخاع العظم لجوا العظم. طب العينة دي ناخدها من يامة من عظمة القص. عظمة عظمة سطحة. يامة من عظم الحوض. والاساس فيها عظمة الحرقفة الظهرية اللي هي المبططة خالص دي. مش الورك ولا العينة. الحرقفة الظهرية. دي اكتر العظام اللي بناخد منها عينات من نخاع العظم الاحمر. في حالة ان انا اشكك مسلا في سرطان ولا حاجة. كده خلصنا اول واحدة وكانت طويلة اوي. يعني احنا زودنا فيها زيادة هو كل اللي ايرهولك الكلمتين اللي على اليمين دول. مكانها عظم مسطحة ونهايات عظم طويلة ووظيفتها انتاج خلايا دم وانتاج لمفاوية. ولكن احنا فهمنا الاساس عبارة عن ايه? ها نمسح نخاع العظم. طب معايشة هو اشمعنا بزدات القصة وعظم الحوض اللي هي بزدات الحرقفة. عشان دي بصي. ما هو انتي بصي هتجيبي مسلا ان الضلوع تخرميها عشان لا الضلع الضلع ده بيبقى حساس جدا وفيه اه حاجة اسمها بين ريسيبتور زي مستق بلاية قلم كتير. فهموا قصد ايه? زائد ان الضلع زائد ان الضلع بتتحرك مع النفس كتير. انا عايز عظمة ما بتتحركش فمش كل ما اتحرك بعد كده احس بقلم. فهموا قصد ايه? دي اولا. زائد كمية ما نقولك او كمية نخاع العظم الاحمر موجودة اكتر في الاماكن دي. لا او كمان عشان هم اكتر حاجة يعني هو عشان خاطر يجب مسلا من اي مكان تاني فيكون متعب للمريد نفسه. يا فكرة ايه طب معنا برضو الضلع زي زي عظمة القصة. برضو مباشر قدر دخل ابرة فيها على طول. كل اللي فوقيه الجلد برضو. فهموا قصد ايه? اه طمام. هو الاساس فيها ان انا ببعد عن اي مكان قابل للحركة الكتير عشان لما دخل الابرة ده يسيب قلم شوية. فما بدأش هتقلم بسبب الموضوع رقم اتنين. الاساس بقى هو كمية انو خاع العظم الاحمر موجودة اكتر فيه. تمام? طيب. طيب. تعالوا بقى لتاني حاجة. كده خلصنا رقم واحد من الستة بتوع العضاء الانفوية. تمام? ناخد بقى رقم اتنين الى وهو? الغدى التايموسية. يلا. لا 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 لا. حد عنده سؤال يا شباب? حد عنده سؤال? مش كمان مش كان زي. او 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 او. عندك سؤال? اه. قولي. خلالك قلت بياخده اصنا عينة بالدم ليه? لو شكينه في سرطانات دم ولا حاجة. مش عينة من الدم عينة من نخاع العظم. نخاع ايوة ليه? لو انا شكك مسلا ان فيه امراض نخاع وليكن مسلا سرطان. سرطان في الدم. هم? طيب. عشان الخلايا السرطانية بتتشفى المصنع في الاساس ها? هو ما ينفعش ممكن اخد عينة انت قلت ان هي القرب لا انا اخد من حاجة انا ما اتحركش كتير. لو انا مسلا اخدت من جمجمة ممكن يسبب لي اضرر ضرر كتير? ليه ادخل الجمجمة وتحتها حاجة فيتر زي البريم يا جماعة المخ ليه? امام. وبعدين انا انا باخد بقى من عظمة السمك بتاعها تخين شوية. كل العظام المسطحة رفيعة الا ادخنهم عظمة القصة بتبقى تخينة لو انت شفتوها لما جبنا الاسكريتون لهيك العظم لكم في الحصة. وايه عظمة الحوض العظام دي تخينة? ليه بقى اروح لعظام مسطحة رفيعة اصله? لو جيت ادخلت بقى ايه بنا ممكن اعدي على الوراها? فاهمين اصد ايه? تمام. واكيد فيه غاية انه اجزاء الجهاز المناعي بتكون متفرقة. وممكن مسلا لو فيه جسم غريب دخل في الجسم. التاني مسلا ما قدرش يهجمه وما يضروش ولا قبل الضبط. مش فهم ازاي هي اجزاء متفرقة ما كانش زي باية الاجهزة عادي. هي اجزاء متفرقة لانه بيبقى فيه جزء من الجهاز المناعي حوالين كل عضو من الاعضاء. متمثلة في حاجات مختلفة هنقولها. بس يا الفكرة في كده عشان يبقى فيه مناعة في كل حتة. وصلت? طيب. اه. تعالوا نتكلم على تاني حاجة بقى لو هي الغدة الطايموسية. طيب. الغدة دي موجودة فينا. بص كده معي. سموها اسمي تاني كده اسمها غدة زعترية متخيلين? اه انت انت عندك زعترية ولا مش موجودة? طيب. هي كده عشان عاملة زي الزعتر. بص كده. الغدة دي موجودة هنا. تعالوا نكبر الرسمة دي كده اهي. فين بقى الغدة دي? اهي. شايفين كده النت الفتح صح? اهي. هي الغدة الصفرة دي. تمام? موجودة فين? شايفين دي? الله بيداه القصبة الهوائية. اهي. هي قدام القصبة الهوائية. تعالوا نشوف برضو صورة. اوضح كده شوية اهي. يا سلام. اهي 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 اهي. بسميتها كده عريبة شوية من الغدة الدرقية. سرغدة درقية فوق في الرقبة اللي هي دي. دي كده الدرقية. انما دي تايموسية. وراها القصبة الهوائية. وتحتها القلب. شايفين القلب هي فوق القلب. قدام القصبة الهوائية. المنطقة دي في السدر او اللي في الرقبة? في السدر. في السدر. ده اللي هيقول غير كده هاهتله. صح ولا? لا. يبقى طيب. مين بقى العظمة اللي موجودة في الحتة دي كده? ها? القص. ايوا كده برافو. يبقى فين مكانها يلا الغدة تايموسية فين مكانها? وراها عظمة القص. قدام القصبة الهوائية فوق القلب. فوق يعني اعلى ليفل شوية. مش فوق اللي هو قدامه. لا فوق ايه. يعني هي اعلى هو اوطى تحت شوية. تمام? او القلب تحته وهي فوق ايه من هنا. دي اسمها الغدة تايموسية. بتبقى موجودة اثناء الطفولة وتختفي عند البلوغ. ليه? لانها تم توظفتها اللي احنا نعرفها دلوقتي. عايزين نعرف ان هي موجودة في السدر برضو. تعالوا نبص على الصورة دي. هي دي الغدة تايموسية في السدر. تمام? اهي. كل ده غدة تايموسية. تمام يا شباب? عارفنا اي الغدة تايموسية? يلا. تعالوا بقى كده مع بعض. الغدة تايموسية بحتاجين نعرف. مكانها اه بسموها غدة الطفولة او الغدة الزعترية. فين مكانها? رقم واحد. يلا نبدأ نقولها كده منها. بتبقى فوق القلب. امام القصبة الهوائية. وراء او خلف وراء عظمة القصة. ويهي تاني يا رنة? قال لي اخر حاجة بتبقى موجودة في الصدر. يعني مش في الرقبة. كل الكلام ده عبارة عن مكان الغدة تايموسية. يسموها اسم تاني اسمها الغدة الزعترية. او غدة الطفولة لانها بتختفي عند الايه? عند البلوغ. طيب ايه وظفتها يا شباب? هو بيقول لي انها بتفرز هرمون. الهرمون ده اسمه هرمون خلاص كده? التايموسين. اسمها غدة تايموسية. يبقى اتطلع هرمون التايموسين. مش تايمور. مش فيه انا اخلت احنا هنا. اسمه هرمون الايه? التايموسين. بكتور يا دي الواحدة اللي بتختفي عند البلوغ. اه. طيب. هرمون التايموسين ده بقى. المفروض انه بيعمل ايه? احنا هنقوله وظفته دلوقتي ولكن الافهمة احسن كمان شوية. ولما نيجي لكمان شوية دي هقول لكم فاكرين لما هتقولوا اه هو دي يتبقى احسن وقتها. هو المفروض هرمون التايموسين ده بيحفز نطج الخلايا اللينفوية. يحفز مين? نطج الخلايا اللينفوية. الخلايا اللينفوية ده هتعرفوا ان منها انواع وبيحفز نطج نوع منها. اسمه الخلايا التاقية او التي سيلز. خلايا التاقية او التي اي اي او التي سيلز بالته. تمام? تي سيلز او الخلايا التاقية اللينفوية. يبقى بيحفز نطج الخلايا اللينفوية وقتها ان شاء الله كمان شوية. لما اتكلم عن الخلايا فوق التفصيل اقول لكم من حتة دي بشكل احسن. تمام? ده كده مكانها ووظفتها. واخدنا شكلها عامل ازاي كده خلصت. خلصنا رقم اتنين. نمسح. طب سويني سويني. هي الغدة التين نسية حضرتك بتقول ان هي بتختفي. طب هي بتروح فين? بتختفي بتضمر يحصل لها دمور. بتبتل بردك الجسم ولا? لا بتختفي يحصل لها دمور دمور. عارف الحاجة لما بتضمر يصغر حجمها وتتلاشى. تمام? طيب. اه دي كده الغدة لايه التايموسية. تعال الرقم تلاتة نبدأ نتكلم على اللوز. يلا. اللوزة تاني. تخيلي مثلا انا شادي كده تروحي بعد صاحبتك ماريك يا بنتي. زوري واجعني. ليه يا بنت? اصلا عندي اللوز. قولي لها يا بنتي والله ما انا عندي لوز بس زوري مش واجعني. قوليك ازاي يعني اصلا كل حد فينا عند اللوز ما التهب في اللوز يا بم. عندك اللوز هي كده كده موجودة. لما بتبدأ تلتهب بتوجعك. دي واحد يقولك انا عندي الزايدة. قوليه والله العظيم انا عندي كمان الزايدة. سي جماعة اسم ما التهب في الزايدة. معايا? طيب. اللوزتان دول بقى يا شباب. ما للقصة بتاعتهم والله بسيطة خالص. عايزة عرف برضو المكان بتاعهم. وايه الوظيفة بتاعتهم عاضيتة قاوي 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 وسهلة خالص خالص وهنبدأ بس نزود كده حاجة صغيرة عليها. ايه بقى? بصوا شباب. المفروض اللوز دي بالانجليش بيسموها حاجة اسمها تونسلز. اسمها ايه? تونسلز. اهي. تونسلز. هما اتنين. الصراحة لما اكتشفناهم لقينا ان هم مش اتنين اتنين. الاتنين دول هما المشورين اللي بيلتهبوا كتير ونشيلهم. ولكن هما اكتر من كده. ازاي يعني تعالى نشوف. دلوقتي قالك اللوز اللي احنا نعرفها دايما لو احنا كده كبرنا الصورة دي ده اللسان. فاخر اللسان من على الجنب من وره دي تونسلز اللي احنا نعرفها. تمام? اللي هما دور يا شباب. لو احنا جينا بصينا كده نجيب الالم اهم. لو دي ودي. تمام? لما منبدأ نرجع من البق كده وره 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 نلاقي ليه? حتة البتلتهب اللي هما. والجنب المقابل ناحية تاني احنا بصينا من جنب واحد. الحتة دي كده. دي اللي احنا نعرفهم. الصراحة اوما مش دول بس. ده الغدد. بص يا شباب. اللوز دي عبارة عن ايه? عبارة عن غدد لمفوية. عبارة عن ايه? غدد لمفوية. اتنين موجودين على الجانبين. واحدة على الجنب ده واحدة على الجنب ده. بس الصراحة هما مش لوحدهم. ليه? في بقى اتنين وره شوية. وفي واحدة وره خالص واحدة قدام خالص. فهي كزا يا غدد لمفوية مش واحدة بس. مش اتنين بس. بس دول اشهر اتنين احنا عارفينهم. تمام? هما بقى مترتبين ازاي? تعال كده نبص. في صورة حلوة برضو هنا كده اهو. ده يا شباب لما بنيجي نبص على زور واحد عنده اللوز بنبص على الجنب ده كده. شايفين البلازرة ده والجنب ده كده صح? زي اللي احنا بنشوفهم لما تلتها بتبقى بينة وحمرة. لا ما فيه تاني. فيه فين بقى? شايفين يا جماعة? شايفين حتة المدلدلة دي? لو شلناها او رفعناها. لو الناس بقى بتدقة وشطرة كده. فيه حتة فتحة تحتها هنا كده. شايفين حتة لتحتها الفتحة دي? اللي انا دست عليها بالقلم. نشير القلم عشان نشوفها. شايفينها كده ولا لأ? نكبرها لكم. حلو. مدام مش شايفينها خلاص من نكبرهاش. يبقى دي كده في واحدة تاني ورا. وفي واحدة تلاقيها تحت اللسان. ابص كده اهو ورا اللسان من تحتها. اهي 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 بين منها حتة. معايا. وفيه حاجات برضو مش بينة لما شيل اللسان وهكذا. فاذا هتلاقيهم ان هما بص شباب معمولين في سورة اتنين هنا. في واحدة هنا وفي واحدة هنا وفي واحدة كمان وورا في الحتة دي وورا الحتة دي بس مش بينة. فيعمله مع بعض رنج 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 رنج. طب الحتة دي في اين بقى? في الجزء الخلفي من اللسان وورا اللسان. تمام كده? حال وورا اللسان. مين اللي وورا اللسان? البلعوم. اللسان في الفم. اللي بعد الفم البلعوم. يبقى لفين حوالين جدار البلعوم في سورة رنج دايرة. تمام? اكتشف واحد اسموه والداير. فسميناها والدايرز رنج. اسمي ايه? والدايرز رنج. ابقى دي هي رنج بتشمل كزا غدد مش عقد. غدد لنفاوية. مكونة من انسجة لنفاوية. احنا لدينا علاقة بمين باشهر اتنين اللي هم اللي اتنين دول. فيقول لك عليهم غدتين. بس انت بقت شاطر بقى مش فاهم ان هم غدتين بس لهم اكتر من كده. تمام? وصلت يا شباب? وصلت ولا مو وصلت? اه. اه تمام. اه سهلة جدا كده. كده اللي هم اللوزتين دول اللي هم بيلتهب وبيحصلوهم لانه هم اول حاجة يعني. لانه هم اول حاجة موجودين. هم اكتر حاجة ظهرين. تمام? تمام. شوف بقى لما بيبقوا ملتهبين يا شباب. بص بس بس. بص كده. نفل مايك. نفل مايك. شوف لما بيبقوا ملتهبين شايفين حتة دي ورمة وبينة وبيضة. بيضة عليها بص صديد. تمام? ممكن اللي فوق يلتهبوا ممكن بس دا اكتر اثنين بيلتهبوا لهما البلطين اللي في اخر حلق لايء؟ الانسان. اه هم. دا السورة اللي احنا. شوف ناشوف هما ملتهبين بقى. ياا. شايف حمراء ازاي ملتهبة. حمراء عليها نقلة بيضة. دا صديد. لولك انفيليم د потому eighty have a child, بينما انتهبت يا شباب بقيت بارزة اوي. بارزة. شايفين بقيت خينة ازاي? لنما هي نورمل مش بارزة اوي. ده كانت تكون مش متشافة سبحان الله لان الحاجة لما ترتهب بتورم شفت بقى عاملين رينج مع بعض ازاي اهم الرينج دي نسميها ايه نسميها والدايرز رينج نرجعت هنا ها اللي عنده سيال دكتور هو بيبقى فيه ناس كده بيبقى عندهم اللي هو ايه اللي هو لسانهم بيبقى فيه كإنها حتة البيضة كده او هو كأين اللون واخد على الدرجة البيضة ده اللي علاقة باللسان؟ اللسان لا لا ده في حاجة تانية في حاجة كده اسماها ليكوبليكيا مش عليكي خالص تمام كده؟ ملاقاش علاقة باللسان؟ لا لا خالص 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 اللسان نفسه لا تمام كده؟ تمام لناش علاقة بقى بالكلام انوش ازمنها بص بقى معايا كده يلا يا دكتور ها في وردو حيات كده بتبقى زي حيات كده بيضة زائرة بتطلع برضو من الزور كايدي. فين? وريني صور يا وريني صور يا وجدان عشان خاطر يعني انا مش مشخص بالعمياني. فهموا قصدي ايه? عشان برضو اللي قصدوكم غير اللي قصدي وهكده عشان الكلام يبقى سليم ما ورش حاجة تطلع غلط وتاخد عنا فكرة ان هي دي. يلا اللوزتان فين مكانهم موجودة وراء بص كده. على هو لما نفتح بقي كده شباب بصوا بصوا هاي السلام عليكم. لما نفتح بقي جوة. لحد هنا. هو كده الجزء الخلفي من الفم ولا الجزء الامامي. هنا كده. هنا. ها? خلفي. الجزء الخلفي. بص كده. نقدر نقول عليها مكانها اتنين على الجانبين. واحدة واحدة هنا. على الجزء الخلفي من الفم. عظيم جدا. نقدر نقول الجزء الامامي من البلعوم. اه لان البلعوم بيبعمل كده. هما موجودين هنا. هنا البلعوم من وراء. وهنا البلعوم من قدام. فيه طبعا واحدة هنا. وفيه اتنين هنا. وفيه واحدة هنا تاني. بسهم موجودين على الجزء الامامي من البلعوم او الخلفي من الفم. الفم هنا. وهنا كده البلعوم. وده الفم. يبقى موجود على الجزء الخلفي من الفم او الامامي من البلعوم. عظيم. تعالها بعد كده. بعد المكان. وما عبارة طبعا عن ايه? عبارة عن غدتين لنفويتين. ايه وظيفتهم يا شباب? انا دلوقتي باكل من عند علي علي كاشرف كخة. عايزة انا اطلعي طيار. اه لو باكل عند اي اي حد زيكو تلوث الناس دي كلها. مش انا معردين. معردي ده اكيد مليون فرميا الاكل اللي انا باكله ده. في اي اه حاجات مش كويسة. يا دكتور. خيال احمق كده داخل تاكل مطعم كشري. وليت الراجل اللي بيحط لك الاكل ده اصلا اصلا كان في الحمام من شوية. وعملت تيب ومغسلش ايدي. انت متخيل ويجي بقى ماسك لك يا ايش قادر هرجع. لا لازم اقول لك الحقيقة رحمة شو تاخدي بالك. ماشي. يلا مع علينا. خليكم تتغذر وتفتح نسيجب على اكل كده. في ايه اللي يحصل بقى يجي ماسك لك بييده النضيفة دي ويحط لك الاكل. طبعا احلى احلى تلاوث ده ولا ايه. طبعا يدخل الاكل او الشرب اللي اتشربه. يعني اعز اقول لكم كنا نوعد ابن كده على الاهاوي وليت واحد لما بيمسك الكوباية والله استنى لقول لكم. دي دي مثلا كوباية اهي. جاي ماسك بقى كوباية مية وماسكهم كده. متخيلين ما ماسك كده كوباية التانية كده. طبعا وايه بقى وهنا مية. يا لهوي متخيلين الرجل بتاعها ويعمل كده. حاجات استغفرنا العظيم يا رب. تمام? فطبعا كل الكلام ده داخل تحت في الجهاز الهضمي. طب ما فيه طبعا ايه مايكرو او مايكروبات واجسام دقيقة ممكن تخش تعمل الانفكشن. اعمل ايه تلتقط. وهي دخلة كده بواسطة اللوزاتين. يبقى اللوزاتين دي وظفتها انها تلتقط اي مايكروب او جسم غريب داخل معه الاكل والشرب والهوى. يبقى تاني الوظيفة بتاعتها التقاط. عاملة زي النقاط. اي مايكروب. طبعا هو وقف فيه بيغني اي مايكروب قديم اي مايكروب قديم اي مايكسام غريبة. ها. طب ايه اللي بيخالاتها التهيب. هقول دلوقتي. او جسم غريب مع الطعام او الشراب الشراب والجزمة او الهواء. تمام? طيب ايه بقى اللي بيخليها تلتاهب لها كتير جدا? ان الحاجات اللي داخلها دي اصلا مايكروبات جات الخالبوس يا جماعة. العقد الغدد اللي انفاوية اللي هو زي جواها خلايا الانفاوية. يعني جواها خلايا منعية. الخلايا منعية دي لما بتلتقط الميكروب يخنقوا مع بعض. الخناءة دي بتبرز او بتبان في صورة ايه التهاب. يعني التهاب ده مش معناها ان انت كده وحش. لا. مكون ان في التهاب معنى كان جسمك بيخانق. الخناءة دي بتبان في صورة التهاب. معايا. هنستنى بس دقيقة لحد ما لازان يخلص. طيب. فحنا اتفقنا كده انها بتلتهاب بسبب الخناءة اللي مع الميكروب. خناية الخلايا اللنفوية والخلايا المناعية بتاعتي مع الميكروب اللي جواها. تمام? بتبرز هذه الخناءة في صورة الالتهاب. طبعا اه المفروض يعني احنا مش اي حد يحصل لتهاب اللوز مرة نشيلها له. يعني احنا بنعمل انت استقصال اللوز او بنعمل عملية استقصال اللوز ان احنا نشيلها. مع الالتهابات المتكررة في اوقات قصيرة. فمش على طول بنبدأ نقارن احنا نشيلها. خصوصا احنا احنا نشيل جزء من جهازك المناعي. فلازم نشيله للضرورة لايه? القصوى. لو الموضوع مش نافع بالعلاج ومتكرر دايما هذا الالتهاب. ده كده بالنسبة ليه اللوز? حد كده عنده اي سؤال? ما عندكمش تمامي. ايه? شال في وقت معين يعني. لا لا خالص. لا لا على حسب على حسب مادة اكرار التهاب هي. تمام? دكتور. ها? اماما بيقول له اللي ماز ما انفعش تتعمل وانت كبير ممكن تموت. ايه? انا شهيل لها يا جماعة. اللي هو تتعمل وانت كبير ممكن تموت لو عملتها متكبير. متكبير سن قدية يعني. طبعا كبير يعني بعد اه بعد اه 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 بس يا الفكرة في كده ان ما تتشال في اي سن عادي دي يا غدد لنفاوية وتتشال عادي. يا تسنين بتسأل السيطة مايز يقول نفس الوقت. طيب النفس يعني مش عايز كزا حد فتح المايك في نفس الوقت. ها? مين بيسأل? قولي يا شاك. واقس له في ان بعد ما بيشير اللوز بيقول لك يعني خد مسلا حاجة ساعة قوي او ايس كريم او حاجة. لا مش مش لازم اللوز والفكرة كلها لما احنا بنشير اللوز بيبقى فيه جرح مكانها. الجرح ده بمفروض بينزل دم زي نقط دم كده لان لسه لو عادي دمية مكان الجرح يعني. حاجة الساعة دي مجرد انها بتعمل انقباض لو عادي ما يتضيقها فتقلل النزيف وتسعد في التأم الجروح بس مش اكتر. يعني انا برضو لما كنت عامل العملية في بقي انا كان عندي جرح في سناني ودي مش لوز. كان برضو دكتور ويقعد يقول لي كل حاجات ساعة ومش عارف ايه وايس كريم والكلام اللي انتم عارفينه ده كله. ليه? عشان نقلل النزيف. هم? خلاص? يا سنين كتب بتقول يا الست لوز لي هم نفس الوظيفة? اه 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 بالضبط. كلهم بيلتقطوا الميكروب عن حسب الجانب بتاعهم? الاكل نازل على الجنب ولا منيحة وراها هكده? وصلت? هو رينج المعقول نفس ايه? ايه? اه ان هو مسلا تجي الواحد بالسنة كان مبارا. لا لا ملهاش ملهاش معدل معين داع لحسب تعرضك للنفسها فاهمة اصد ايه? ممكن واحد ما يتعرض لهاش خالص بيه دا حتى يتعرض لها مرة دين تعتم ملهاش ملهاش عدد معين قدر تحكمولك يعني. كله بيختلف حاسة في حياة الانسان. طيب. اتنين لها اللي بعدها? رقم اربعة. رقم اربعة بقى عندنا حاجة اسمها بقع باير. بقع باير بيسموها كده بايرز باتشيس. كده بايرز يعني باير اسم العالم يكتشفها باتش باتش معناها بقع. باتشيس عشان هي بقع. تمام? يسموها بالعربي عندكم بقع او لطع. حلوة لطع دي مش مشكلة. يقول هو لطعتك لطعة كده يعني. المهم. عايزة اعرف برضو نفس الكلام. آآ بس دي بقى نعرف قعناها تفاصيل اكتر شوية. حجمها او وصفها. ادي اول حاجة. حاجة التانية عايزة اعرف مكانها. تمام? بعدك رقم تلاتة الوظيفة. يا نفس الكلام لما كان وظيفة وزودت المرة دي بس الوصف بتاعها مش اكتر. يا كدبين صغيرين. يلا. الموضوع هتلقومه جدول في الورقة وحاجة كده اخر حلاوة. صلى الله على رسول الله. حجمها او وصفها يا شباب. المفروض ان هي بتبقى يعني البقعة بتاع باير دي بتبقى موجودة فين في الامعاية الدقيقة. فين بالظبط اقول لكم دلوقت. طيب بتبقى عبارة عن عقد صغيرة في الحجم. تبقى صغير. تمام? معمولة من ايه? من خلايا لنفوية. تمام? من خلايا لنفوية. اللي احنا ناخد انواعها دلوقتي ان شاء الله. بتبقى موجودة في صورة بقعة. في صورة ايه? بقعة. يعني هنا شوية. هنا شوية. هنا شوية. فهمين قصد ايه? فسموها بقعة واكتشف واحدة اسمه باير فسميناها ايه? بايرس باتشس. ان شاء الله يعني برضو اكتشف حاجة. سسموها وسميها مثلا اسلام باتش اسمين شاوي باتش كده. طيب فين بقى مكانها موجودة فين? بصوا شابال. لو انا رسمت المعدة بالمنظر ده كده. اللي بعد المعدة على طول هو الامعاء الدقيقة. الامعاء الدقيقة دي عندنا بالانجلش كده نقسمها تلات حاجات. بص على الشاشة على يمين فوق. اول جزء في الامعاء الدقيقة بنسميه ديودينام. اسمو ايه? ديودينام. والجزء التاني اسمو جيودينام. والجزء التالت اسمو ايليم. لو انت تفتكر من الجهاز الهضمي زمان. سنة تانية الترمي الاول السنة اللي فاتت. كان يقولك بص بقى الديودينام ده بنسميه الاثنى عشر. والايليم بنسميه اللفائفي. واللي جيودينام بيسموه الصائم. اذا مش فاطر لا الصائم. تمام? دولي تلات اجزاء بتوع الايه? الامعاء الدقيقة. اول جزء بص كده. بيبقى على شكل حرف السي في الرسمة على الشمال فوق. الجزء ده شكل حرف السي ده كده. رأي اسمو ديودينام او الاسنى عشر. وبعد كي بفيه لفات كده كتير كتير اسمها الصائم. تمام? وعاكده الجزء الاخير ده بيسموه ايه? اللفائفي او الايليم. اللي هو بيتصل مع الامعاء الغليزة او القولون. تمام يا شباب? عرفنا كده اجزاء الامعاء الدقيقة? التلاتة دول مع بعض اسموهم امعاء دقيقة. مش ثانية ها? دي ايه اه? طيب. هي موجودة فين بقى بقع باير? قال لك في الجزء الاخير من الامعاء الدقيقة ليقصد بيه مين? عايز ايه الناس تقول? اللفائفي. اللفائفي. اللي اسمها ايه تاني? ايليم. اسمها ايه? ايليم. طيب هي الجزء الاخير ده. اللي هو اللفائفي. تحت ولا فوق? تحت. تحت. فيسموه فين بقى المكان في الجزء? السفلي من الامعاء الدقيقة. طيب فين بالزبط? لو انا خدت بقى الجزء ده كده. وكبرته. ها دي. جزء الاخير او السفلي من الامعاء الدقيقة. تمام? انا لازم كده قطاع في حتة منه. طيب يا شباب ما هو الجدار بتاع هذه الامعاء بيبقى مبطن من جوه? بغشاء مخاطي. صح؟ غشاء مخاطي بالمنظر ده. هي بقى بتبقى موجودة داخل الغشاء ايه? داخل الغشاء المخاطي. تعال كده نرسمها اهو. اهو. نلاقي شوية بقعة هنا. المنقطة اللي بسود دي. بقعة كده في الغشاء المخاطي المبطن للامعاء الدقيقة. هل كل الامعاء? لا. موجودة في الجزء الاخير او الجزء السفلي من الامعاء الدقيقة اللي اسمه اللفائفي او الايليم. ايه وظفته اي اكل نازل في حتة دي? وهينتقل من الامعاء الدقيقة الى الغليظة وفيه مايكروبات. عارفين الناس لما بتلعب صلح يبقى واحد بيعدي في النص وفيه الناس وقف على الجنب هنا وهينا تفضل تبطشه بالقفة. مش عارف اللي انا بقوله ده بس مش مشكلة يعني هو نفس الكل من الاكله والناس لما فيه المايكروبات. المايكروب يقدر ياخد على دماغه من هنا. خد يا مايكروب خد يا مايكروب كل شوية كده بالمنظر ده. صعب الكلام? يبقى موجودة في لو حبينا نقولها صح? موجودة في الغشاء المخاطي المبطن للجزء السفلي من الامعاء الدقيقة. اللي احنا بنسمي الجزء السفلي ده ايه? سميناه اللفائفي او سميناه اليام. طيب ايه وظيفته انا لسه والله يلتهم. اللي هو برضو بيبقى استجابة مناعية تاخد اي بكتري موجودة هنا. هو الصراحة في البداية كده قال لكم ايه? انه وظيفته المناعية الكاملة انه بيعمل ايه بالزبط والطريقة بالزبط والميكانيزم ازاي مش عارفين? الوظيفة الكاملة غير معروفة. ولكن بيعتقد ان لها استجابة مناعية ضد الاجسام الدقيقة. الاجسام الدقيقة اللي هي البكتريات والفيروسات اللي ناسلم عليك. يبقى وظيفته الكاملة غير معروفة ولكن يعتقد ان لها خلاص استجابة مناعية ضد الاجسام الدقيقة. تمام? كده خلصنا دي. نمسح? دي يا واحدة. ليه? ليه? اه. كنت واخد سكرين بس. لا لا انا انا اخد لكم سكرينات حلوة ما تقلقوش. ايه? اخد لكم سكرينات ما تقلقوش. هو حضرتك بتقول ان الوظيفة كاملة هما يعني. اه يعني مش عارفينها. مش عارفين ما توصلناش. الميكانيزم اللي بتشتغل بها بالزبط. يعني دي مش وظيفتها بس اللي اه الاستجابة المناعية بس كده. اه. وهل الاستجابة المناعية ايه الطريقة اللي بتعملها بيها بالزبط. هل مثلا الخلايا دي بتلتقط ولا بتهاجم ولا بتطلع. مش عارفين بالزبط قوي. فهموا قصد ايه? اه اه. هم عارفوش الوظيفة الكاملة. بالزبط. مية ياسر صحية كده خلصنا اربعة من الستة اوكي اوكي يا معلم اوكي ناخد بقى رقم خمسة العقد اللينفوية وبعد كده الطحالي بخلصنا الستة لو ممكن ادوس دليت قول بس همسح كلمة الاعضاء اللينفوية لسه عود اكتبها تاني شفتوا بتكسر يعني عندك اللي تتمسح ده كله ولا وتكتبش الاعضاء اللينفوية اه شفتي بص بص انت بتتكلمي من هندي فري صح? لا عادي ايه الدوشة اللي حصلت دي اكتلم لها خلاص 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 اصني في الكوردينة يلا يلا جدي يلا شاباب رقم خمسة ركز بقى العقد اللينفوية بصوا شاباب العقد اللينفوية دي هي جزء من جهاز يسمى الجهاز اللينفاوي ركزوا معي الفاكرين لما جينا من شوية كده قسمنا الستة حاجات الستة حاجات بتقول عليهم دول بص كده ركز مع بعض كده زهر قدامكم السبورة صح? لا كده مفساحة. ايه من عشان خاطر ودتها. بصوا كده. بص كده بص كده بص كده بص كده اهو اهو كده زهر قدامكم بتاع اول حاجة صح? اه. اذا جبتها ازاي? يا فن يا موما بص بقى. لو احنا نفتكر اه هو ايه لكم عن كل اللي في الرسمة اللي في الكتابة ده قال عليه مش جهاز مناعة قال عليه جهاز اللينفاوي. لا انا معطلد على كده. هو ده جهاز مناعة جهاز اللينفاوي هو جزء من جهاز المناعة. مين بقى الجهاز اللينفاوي ده اللي هقوله دلوقت? معايا? يبقى العقد اللينفاوية هي جزء من جهاز المناعة وهي برضو جزء من جهاز اللينفاوي اللي انا هبدأ اقول تركيبه دلوقت. اتفقنا? اتفقنا? انا ده نتكلم هنا على جنب الأول على الجهاز الليمفاوي. يلا. دكتور سوف يقطع كثير. انت بس من عندك. الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي يا شباب أو ده عبارة عن حاجتين. أساسيتين. عبارة عن حاجة اسمها أوعية. ليمفاوية. وركز بقى معايا عشان خاطر افهمك كويس. وعقد ليمفاوية. معايا يا أحمد. طيب. ايه بقى الأوعية ليمفاوية والعقد ليمفاوية دي. تعال وريكم حالي. لو احنا جينا بصينا على الجسم ده كده. تمام. شايفين الأوعية الخضرة دي. آه. الأوعية الخضرة دي بالزبط بالزبط. عاملة زي الجهاز الدوري. اللي هو بيبقى فيه شرايين وأوريدة متنطورة بنفس الطريقة. بس أنا شايل جهاز الدوري مخلي جهاز الأخضر ده بس ده الجهاز الليمفاوي. هو أنت عايز تقول يا دكتور عايز أقول إن جنب الأوعية الدموية بتاعتي فيه بالزبط أوعية الليمفاوية جنب كل شريان وريد فيه وعقل مفاوي. اللي هي الخضرة دي. طب تيجي نشوف كده حاجة مكس ما بينه وهم اللي اتنين. آه ممكن طبعا. بص كده. عشان تعرف اللي هي الجهاز ده مع الجهاز ده. بصوا كده الصورتين ده يا شباب. وانت عامل ايه. الرسمة اللي المشمال دي فيها الشرين والأوريدة الشرين الحمراء والأوريدة زرقاء. والرسمة دي أنا شايل منها الشرين والأوريدة مخلي مين؟ الأوعية الليمفاوية. آه معايا. فعايز أقولك النجام بكل شريان وريد وعقل مفاوي بتاعه. وصلت الشباب. طيب تعال بقنا اخد شكلهم عن قرب موجودة بالمنظر ده. ايه رأيكم في المنظر ده جميل جدا. انت عايز تقول النجام بكل شريان ووريد اللي أخضر ده أوعية الليمفاوية. بتعمل ايه بقى? اه لا بتعمل وظيف مهمة جدا. جدا. بص بقى كده. بص بص بص. تعال بقى نبدأ ناخد الوظيف بتاعتها بتعمل ايه? طبعا الكلام ده شموجود عندك في الكتاب. فركز معي. احنا كده شفنا شكل الاوعيات. لو انت شفت الاوعيات. لو ان الوعاء ماشي كده وفيه عقد. الوعاء ماشي كده وفيه عقد. بيعدي على عقد 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 عقد. هي دي العقد الليمفاوية اللي احنا نتكلم عليه هنا. خلاص? ولكن لا تشرح الجهاز الليمفاوي بشكل ايه? بشكل كامل مع بعض. طيب اولا الاوعية الليمفاوية دي موجودة جمد الاوعية الدموية. ازاي? لو رسمنا دي كده قلنا عليها خلية سري. والخلية دي رايح يغزيها شريان. عكاب يطلع لها شعيرات دموية ثم اوردة. بالمنظر ده شو شريان ارتري شعيرات دموية ثم فين وريد. ايه رأيكم من جنبهم هنا بالاخدر كده? اه 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 بس 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 نعملها شكل صغير كده. فينا ايه? اوعية الليمفاوية. ياه يا دكتور. اوعية الليمفاوية دي بتطلع وبتبع المتوسلة برضو في الاخر بمين؟ بالهارت. تمام ليه هم صار كده بتمشي فيه بس مش علينا. انت عايز تقول ايه? عايز اقول لك اللي جاي ده خطير جدا. تركز معايا. قالك ساعتك. الدم هو ماشي كده من الشريان الى الشعيرات الى الوريد. بيعمل تبادل مع الخلايا. الكلام ده مظبوط مظبوط جدا. التبادل ده بيحصل ازاي? يركز في الكلمتين اللي اقوله. كل شوية دم مع الديين. يرمو على الخلية الف سنتيمتر مية. المية دي بتحتوي جواها على الاكسجن والمواد الغذائية. والخلية تيجي رمي عليه. تسعميت سنتيمتر مية. تيجي الدم يقول لها يا خلية انا ما اديك ألف ديني سعمية. قالت لها مش يا عم. مش يا عم. يلا بقى ما تعرفناش على الصبح. لا احنا مش الصبح على فكرة احنا العصر. طب يلا من هنا امشي. قال لها عمشي تديني المية تبعي. قالت له لأ. امشي يلا. وجي يمشي زعلان. المية كده كده يا جماعة. الناس بقى تسأل. يا دكتور ما نقول لما دي الف اخوة تسعمية. السلة يبقى عندها مية كتير مية كتير هتنفخها. صح? وتبقى عاملة عندها انتفاخ جامد جدا. مش انتفاخ بطني. انتفاخ الخلايا. صح كده? يبقى حواليها متراكم مية كتير. زائد. انه كل شوية الدم. اخد منه الف رجع لتسعمية لحد ما الدم كميته تقل. ولو الدم يا شباب كميته تقل. حد يرد عليه. ضغط الانسان يحصل له ايه? 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 فمنعا لهذا الكلام لازم المية دي ترجع للدم هترجع يا شباب. هترجع ازاي دكتور? قالك المية تدخل عن طريق الوعاء اللي مفاوي. ايه? ده الله خضر الله خضر. يدخل هنا المية. وتفضل ترجع للدم مرة تانية. حد ما ترجع للقلب. يبقى الدم اللي رجع للقلب كامل ولا ضائس? كامل. كامل. رجع تسعمية عن طريق لأولدة. ورجع المية عن طريق الوعاء. ايه? اللنفاوي. يا سلام. بس المية دي ويا ماشي يا شباب ما تعدىش في سلام. قم ليه? تدخنق ويحصل فيها شوية عمايل. بص. كل ما لو عيają Idi−ل فليا ماشي يتعدي على العقاد. تعدي على العقاد لنفاوية. العقد لنفاوية. العقاد اللنفاوية دي شباب يقول لكم تعمل بيبقى فيها جواها مكوناة من خلايا لنفوية. والخلاة لنفوية دي خلاة مناعية. فبيمشي جوة الأوعية لنفوية سائل. زي ما الأوعية الدموية يمشي جواها سائل الدم. الأوعية لنفوية يمشي جواها سائل اللمف. سائل الايه؟ اللمف. بيبقى عبارة عن المية بس طبعا مش كميتهم مية بس. ده المية بتاع كل مرة. تمام؟ وبداخلها أي مايكرو أرجانيزمس. أي مايكروبات أو أجسام دقيقة ممكن تبقى جاية من الخلية. وتبدأ تعدي على هذه العقد اللي جواها خلاة مناعية لنفوية. تقتل البكتيريا أو الميكروبات اللي بتعبر من خلالها. حتى بيقول لكم يا شباب إن هذه العقد اللنفوية تعمل كمصافي مش مطافي النجدة. مصافي مصفى. بتفلتر السائل تعدي النظيف والخلاة اللنفوية والخلاة المناعية تاخد الأجسام الغريبة تكون لو تقتلها. فده شيء جميل جدا. فإذا ايه فايدة إن المية يعده؟ طبعا مش نفس المية هما هما يعدوا. كل مرة يعملوا يعدوا مية جديدة مية جديدة لحد بالخمسة لتر بتوعد دموا كلهم يتفلتروا بالمنظر ده وبنقيه من أي ميكروبات سبحان الله. حلو الكلام ده حلو جدا يا دكتور. يجي بقى واحد مثلا في أماكن معينة. مش في مصر طبعا عندهم دودة اسمها فلاريا. اسمها ايه؟ فلاريا. الفلاريا دي يا شباب دودة كده طويلة تخترق الجلد بتاع الرجلين وتيجي داخل للأوعية المفاوية بتاع الرجلين وتدخل جوة وتلف نفسها تلف نفسها حوالي نفسها وتيجي عاملة زي الجلطة وتيجي يقفل الوعاء المفاوي يجي الدم يدي ألف ياخد تسعمية المية يعرفوا يعدوا؟ لا. لا. إيه اللي يحصل بقى؟ مصيبة. خلية الفجر. تيجي الخلية لا المية مش متراكمة جواها دي حواليها. تيجي المية الخلية تقول لها يا دم يا دم تقول له نعم عايز ايه؟ لا ممكن تاخد المية دي يا أختي اتنو مية ايه؟ مش كنت عادت تقول لي يمشي 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 عادت تعملني كده؟ لا ما عليش عليش يا دم يعني خليك أحسن مني يا لا لا ستي أنا خليش أحسن من حد أنا كده بوحش معي بوحش معيك مش عارف الاسلوب ده؟ المهم الدم يعني ما رضيش ياخد المية يحلفه ويخنه وهنا ما فيش أبدا طب يا دم هعمل لك اللي انت عايزه أبدا أنا اتحيلت عليك في البداية وانت كلمتيني وحش خلاص ما عنديكش حجة طب يعني يا دم يرضيك يرضيني طب ماليش دعا بالوعاء وبعدين بقى يا عم انت أبدا ما منفعش أبدا يا أحمد خالص ويديك خالص يا جماعة المهم بقى ان المية دي مش هترجع كل شوية المية هتتراكم تتراكم تتراكم حوالين الخلية برة هي المية دي مش مية آه يبدأ المية تتراكم كتير جدا لحد هو الكلام ده في الرجلة اللي في ايه ده اللي في الجسم اللي فياني حتة في الجسم ها في الرجل بقى لقى رجلين الرجل ده اتنفخ اتنفخة فظيعة لحد ما بقى شكلها زي القات يبص كده يبقى احنا كده بصينا على العقد الانفوية فالعقد الانفوية يقول لي ما لها بقى عايز اتكلم على لا اولا حجمها يلا نقول الحاجات ده بتاعته بتاعة الكتاب الحجم او الوصف وبعد كده المكان تمام وايه تاني الوظيفة عظيم جدا يا دكتور بص بمعايا بص صلى الله رسول الله اول حاجة نقول عليها الحجم عايز اقول لكم العقد ان الفوية دي حجمها صغير لدرجة ان يتراوح من حجم راس الدبوس راس الدبوس الصغنة ايه لا طبعا فاكرين انا نقول لكم مثلا لحجم الشجرة ولا حاجة لا لحجم بذلة الفول الصغيرة يعني بتتراوح من صغير لصغير درجة مش عارف مين صغير فيهم طيب بتبقى على شكل شبكة تمام كده شبكة دي العقد الفوية تبقى عاملة شبكة مع الاوعية اللينفوية طيب فين اماكن هذه العقد ركزوا عشان لسه اقول لكم حاجات عليها تاني احنا مش هناخد اي حاجة ده خلاص مكانها قالك متنطورة في الجسم كل مكان ليه العقد اللينفوية بتاعته فممكن فيه شوية تبقى في منطقة العنق شوية في منطقة القبط تحت القبط شوية في منطقة اعلى الفخذ تمام كده وفي اماكن اخرى جنب كل اعضاء الجسم اعضاء الجسم الداخلية كل عضو ليه شوية العقد اللينفوية بتاعته سبحان الله بصوا شباب العقد اللينفوية دي دايما دايما بيعدي عليها السائل المية بتاعة كل عضو في جسمي تتخيلوا مثلا الخلية ركز بان باوز الاسم شوية الخلية دي دلوقتي فيها انفكشن فيها بكتيريا مش المية اللي هتدخل الشباب عن طريق العقد اللينفوية والاوعية اللينفوية دي هيبقى فيها كمان بكتيريا قولوا اولا لا اه اه وهي ماشية كده البكتيريا دي او الانفكشن اويا كان مصدر الاصابة او المرض وهو معدي جوه الاوعية اللينفوية يعمل التهاب في الاوعية اللينفوية يعدي على العقد اللينفوية يعمل التهاب في العقد اللينفوية العقد اللينفوية في الطبيعي مش ملتهبة ومش محسوسة ومش ورمة ومش نشفة لما يعد عليها بكتيريا أو أي مايكروب وتبدأ تخنق معها ويحصل فيها التهاب تورم وتكبر وتبقى نشفة ومعنى كده أن أنا بقى إحنا في الأناتومي أو في التشريح بنبقى درسين العقد الانفوية دي بتاع الأعضاء الفلانية وهكذا فلو إحنا بصينا لأن العقد الانفوية دي فيها مشكلة بازاً العضو بتاعها أصلاً كان فيه كان فيه مشكلة تمام طيب وقال لكم تطبيق عامل عدد الوقت فلو جينا نبص كده إيه الوظيفة بتاعتها؟ بص بقى الوظيفة بتاع العقد الانفوية المفروض أنها بتحتوي على خلايا الانفوية الخلايا الانفوية أو خلايا عموماً الخلايا دي منها ثلاث أنواع تمام كده في حاجة منهم اسمها خلايا بائية بيسلز وخلايا تائية تيسلز وخلايا بلعمية يبقى البيو والتيسلز للخلايا لمفوية وخلايا بلعمية لها وحدة النواة دي موجودة داخل العقد الانفوية لما تعد عليها أي حاجة غريبة زي المصيضة اشتغل كفلتر تفلتر السائل الليمف اللي ما عدي فيه أي بكتيريا لكم عن حاجة شباب احنا دايماً كده احنا في الكلية الزمان كنا نقعد نعمل توعية للناس عن مثلاً البريست كانسر او سرطان الثادي ونعلم الست او البنات اللي هم الشباب ازاي يعملوا فحص للسادي اثناء مثلاً الحموم او كده عشان خاطر للاولاية اي كالكوعة صغيرة بنخض بنتخض اي ده هو ده ممكن يكون سرطان الثادي ولا حاجة لان منتشر سرطان الثادي وسط الفيميلز او البنات فنعمل نعلمها ازاي تفحص الثادي بتاعها كويس كل فترة ولو ليتي كل كيعة او 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 لازم نروح لقرب عقد لنفاوية قريبة من السادي اللي هي مين تحت الابط فنبدأ لما اجلنا بقى يدة الاورام ولا حاجة ونعمل فحص للعقد اللنفاوية اللي تحت الابط لو لقيناها وارمة وفي نفس الوقت ناشفة كده ومحسوسة لا 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 تساعتها بشك ان في مشكلة وصلت فده معنا عايز اقول لكم الكلام ده ان اي عضو بيقى في مشكلة بيبقى المراية بتاعته العقد اللنفاوية على طول فده ربط لكم المثال بتاع سرطان الثادي ولا حاجة او في مشاكل في ايه في السادي تمام يا شباب طبعا العقد اللنفاوية بتاعتي اخر حاجة بقى فيها بتبقى شكلها كده نبص كده يا شمس اهي اهي دي كده عقدة لنفاوية لما بصنا علىها تحت الميكروسكوب لان ان فيها تكتل من الخلايا الخلايا دي عبارة عن بيسلز وتيسلز خلايا بالعمية طبعا العقدة دي بيبقى ليها قشرة ونخاع ركز بها معايا زي نخاع الغضاء القضرية قشرة القضرية الدايما للخلايا موجودة بره في الاشرة لما جوا النخاع ما فيهوش خلايا تمام كده دي رسمة العقدة لايه اللنفاوية بس يا شباب ده كده العقدة اللنفاوية ناخد اخر حاجة بقى رقم ستة الطحار امسح دكتور هم وحددك قلت في العنق وفي القبط واعلى الفخز بس لا وعند كل الاعضاء ده انا قلتلك بس اشهر الاماكن كل عضو جنبه مجموعة العقدة اللنفاية بتاعته ده ده احنا عايز اقولك اصلا منطقة العنق دي مجموعة كبيرة معايا قولك فيه حاجة اسمها ها فضل فيه يقولك فيه حاجة مثلا مجموعة تحت الدأن خلاص كده طبعا انا مش عارف اسمها بالعربية لكن يقولك فيه حاجة اسمها وصاب منتل وصاب منديبلر وصاب لينجوال ففهم قصدي ايه ففيه مجموعة كبيرة جدا يعني والسيرفايكل اللي هي العنقية فيه مجموعة قدام ومجموعة وراها كده بنعمل لهم احنا فحص دايما في البطنة لو حد بيشتكي من حاجة ها حضرتك قلت السلة اللي هي كده فيها مايكروب او اي حاجة اا ودخل المية اللي هو لما هيلتهب يعني العقدة طب هو التسعمية المفروض اللي دخلين لقدام مش مفروض انهم هم ملواسين برضو اه بس يعني فهم قصدي التسعمية دي كده كده هترجع هترجع مرة تانية للقلب والقلب هيدخاه ويبقوا جداد مرة تانية ويروحوا للخلية والخلية توديهم من ضمن المية ويتفلتروا هل روحوا الدم يعملوا مشكلة هيعملوا مشكلة بس مش كبيرة ليه على حسب ازهار المرض ده بيعتمد على الدوز بتاعة المايكروب هل هو موجود بكمية كبيرة ولا صغيرة اه يعني لما بيروحوا للقلب ويرجعوا بيحصل فلترة تمام طيب تعالوا بعد كده اخر حاجة رقم ستة نتكلم على الطحال سمية الخشاب كل ما جاشرح عربي يقول لغات يقول للي سمية الخشاب اي جمعا حمار سمية الخشاب انا مهلا انا قلت بقى اقول لكم انا المرات سمية الخشاب تمام الطحال الطحال ده بيسموه كده بالعربي الطحال وبالانجليز يا حاجة اسمها سبلين تمام عايزة اعرف دلوقتي ايه الحجم بتاعه تمام واللون اوكي وايه المكان واخيرا يا شباب الوظيفة تمام الكلام تمام يا دكتور طيب بصوا شباب لو احنا جينا قسمنا طحال طبعا موجود في البطن فين في البطن تعال نقسم التجويف البطني بالمنظر ده تجويف البطني بقسموه الى تسع مناطق بالمنظر ده كده ده المفروض نحية الريت اليمين وده المفروض نحية الليفت لانه بنتعامل مع الجسم عكس عكاس هو موجود فين؟ موجود هنا اوه هنا كده تطحالي ولما بيكبر مش بيكبر لتحت لا بيكبر كده تمام؟ حلو ركز بقى معايا واسمع للاخ وبعدك يا بقى اسأل نمسك اول حاجة حجمه حجمه صغير لدرجة انه لا يتجاوز قطة اليد حلو اللي هو الهند فست لونه احمر قاتم غامق من ايل ستين يلا غامق قوي ليه؟ لانه المفروض التحال ده بيخزن قرات الدم الحمرة كتير جدا هو المخزن بتاعنا تمام؟ لدرجة يا شباب انا دلوقتي لو نزلت اجري والعب العضلات محتاجة اكسجين اكتر ولا قلب؟ اكتر اكتر مدم محتاجة اكسجين اكتر يبقى المفروض ان انا اودلها دم كتير ولا قليل؟ كتير طب انا دلوقتي الدم اللي موجود في الاعادة دمية مش كتير للدرجة الكافية اهلا استنى بقى لما نخاع العضم لسه يصنع لي ولا اخذ من مخزن؟ اخذ من مخزن له الطحار مين المخزن الطحار فييجي مثلا الجهاز العصر السنبثاوي يروح للطحار يحفزه يعصره فينزل منه اطفال اربسيز اطفال كرات دم الحمرة فتنزل للدم وتشيل اكسجين وهكذا تمام؟ طيب ده بالنسبة لونه ليه؟ لانه بيحتاج لكمية كبيرة جدا من كرات الدم الحمرة فهو مخزن كرات الدم الحمرة عظيم مكانه زي ما احنا شايفين هو في الجزء العلوي او السفلي؟ علوي علوي طيب في الجزء الايصر او الا الايمن؟ الايصر فهيبدأ يقول لنا موجود في الجزء العلوي الايصر من تجويف البطن تمام؟ طيب ايه الوظيفة بتاعت يا شباب؟ المفروض حاجتين ايه بقى؟ بيحتوي ركز بقى اهه حاجتين الحاجة الاولى بيحتوي على خلايا الدم الحمرة او تخزين كرات الدم الحمرة اللي اسمها رقم اتنين بيحتوي على خلايا بلعمية ودي خلايا منعية هنتكلم عليها دلوقتي ولمفاوية يبقى فيه خلايا منعية بلعمية ولمفاوية دول وظيفته ما هنتكلم عليهم كبان شوية كبان شوية اللي هم اللي جايين دلوقتي ان شاء الله طيب اقول لكم بقى معنواة ليكم الطحال دي يا شباب احيانا مش احيانا ده اي انفكشن جسمنا بيتعرض ليها بيحصل له التدخم طيب هل الطحال لو تدخم اي تدخم يتحس؟ يعني والطبيعي احنا مش بنقدر نحسه في جسم الانسان لما بنعمل examination او فحص الجسم الانسان هل الطبيعي مرام دلوقتي ان لو الطحال بتاع الانسان كبير شوية يتحس؟ لأ عشان الطحال يتحس لازم يكبر قد حجمه الاصلي ثلاث مرات عشان بس ابتدي احسه ولما بيتحس بابتدي يبتدي يكبر ازاي يكبر كده ده اتجاه نموه لدرجة الشباب انه هو لما بيكبر قوي ده المفروض الامبليكس السرة هنا في النصف لو هو كبر وعدى السرة راح للجنب اليمين شوية يعني هو مكانه بدايته من هنا كبر لحد ما اصل هنا ساعتها بيسموه حاجه اسمها هيوج عملاق اسبلين ايه هو الهيوج اسبلين؟ الطحال العملاق ده هو اللي عدى الميدلين اللي عدى خط النص اللي هو الامبليكس او السرة ها؟ هو مش هو حضرتك قلت ان هو قد قبل اليد يعني هو حس لو كبر ثلاث مرات برضو مش هيعدي النص مش هيعدي ناحية السرة ناحية تانية لا انا بقول لا اهو مش معنى ان يعدي ناحية تانية من ثلاث مرات انا بقولك يبتدي يتحس بحسه هنا مثلا في الحتة دي كده يعني هو عنده متانية ان هو يكبر اكتر من ثلاث مرات اكتر من كده انا بقولك يا دوب بداية ان انا ابتدي احسه لما يكبر ثلاث مرات طب ما بقى لك بقى لما يكبر اكتر يتحس بالثلث ها وصلت؟ طب يعني هو قبل ما يكبر ثلاث انثال له اه ما بيقصرش على اي حدث لا احنا اي اصلا اي ضر بلدة اي انفكشن عبيد كده ولا حاجة واحد عنده حصوة في الكليا بيبقى الانسان عنده تدخم بسيط بنسميه كده ميلد اسبلينو ميجالي تمام؟ لما تروح الانفكشن بيصغر تاني ولكن بقى في بعض الامراض بتؤدي لكبره بعنف انه بيبدأ يتدخم كتير جدا تمام؟ في بعض انواع الانيميات احيانا اصلا هو التدخم بتاعه ده يبقى سبب الانيميا ليه بقى؟ المفروض سبحان الله كرات الدم الحمرة لما بتم عمر مية وعشرين يوم بتروح دخل جوه الطحال تلاقي جوه خلاة منعية الخلاة منعية لجوه الطحال اللي هي الخلاة بالعمية واللمفوية دي تبتدي تتكسر كرة الدم الحمرة يبقى كرة الدم الحمرة بتخزن جوه الطحال ولما بتتم دورة حياتها المية وعشرين يوم تتكسر عن طريقه صعب الكلام ده؟ فإفرد بقى اني انسان مثلا عنده حاجة يسمى هايبر ما عليش الكلمات الانجليزية يرخنا ولكن هتبقى سهلة اسبلينزم اسم مرض هايبر اسبلينزم معناها تضخم الطحال الكبير جدا لدرجة انه بقى هايبر اكتف ناشط جدا فالخلاة المفوية فيه تبقى اكتر وبالعمية اكتر فاتكسر اربسيس او كرة الدم حمرة اكتر من الطبيعي طب ولما نكسر كرة الدم حمرة كتير الانسان يحصل له ايه؟ اناميا صعب الكلام ده؟ عشان كده احيانا تضخم الطحال العظيم الكبير قوي ده ليوت جيسبلين ده بنعمل عملية ونستقصله ولان الطحال ده هو اصلا جزء مهم جدا من مناعة الانسان لانه بيحميني من انفكشنز معينة فلما باضطر اشيل هذا العضو المهم جدا لازم نبعث العيانة اللي شال الطحال ده لمركز المصل واللقاح عشان ياخد لقاحات معينة ضد مايكروبات او اورجانيزمز معينة هو الوحيد اللي كان بيحميني منها وصلت؟ فما عادش موجود فابتدي اخد اللقاح عشان ما يجريش هذه الامره تمام كده؟ وحاجة يسأل اياه عشان مش عليكم عشان دعوه ندخل نفسنا في تفاصيل عشان حضر الدكتورة في الطحال حد كده يسأل ده كده يا شباب بالنسبة ليه الطحال كده خلصنا ها العضان القليل هو حضرتك قلت البلعمية والخلايا البلعمية دي ايه ولا لا لأ لان انا كان الصوت بس عندي شغل دعو لسه عشراحها دلوقتي تمام كده يا شباب اوكي اوكي معنا يا نور ما فيش نور نور مين رانا اوه موجودة اوكي نمسح بقى الاعضاء اللينفوية شفت اتمسعت في ثواني ازاي نرجع من تاني يا شباب نقول ان احنا بنشرح جهاز المناعة اللي شرحنا تحتيه اول حاجة ليه العضاء اللينفوية شرحنا الستة دول الحمد لله فاضل بقى نشرح دول خلايا الدم البيضاء بصوا شرحنا رقم اتنين خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء واصيب اها يعمل حاجة تمام يلا خلايا الدم البيضاء بتدي اتكلم على اول حاجة فيهم مين رقم واحد او الف الخلايا المحببة اه فين انا محببة بيسموها بالانجليش كده حاجة اسمها جرانيولر ليه بقى لانه لما بصوا عليها تحت الميكسكوب لون الخلايا دي يا شباب يبقى جواها جرانيولز حبيبات الحبيبات دي تحتوي جواها على انزيمات محللة ومواد بتهاجم بيها الاجسام الغريبة فقالوا عليها خلايا المحببة والخلايا المحببة دي يا شباب لقينا ان بعضها بيقبل انه يتصبغ عشان يظهر يعني وهذه الحبيبات تظهر تحت الميكسكوب لازم تتصبغي اما بصبغة حموضية اما القاعدية اما تنفع الاتنين فقسموا هذه الخلايا المحببة الى ثلاث انواع على حسب قابليتها للايه للصبغات ايه بقى الثلاث انواع اول نوع سموه خلايا متعدلة خلايا ايه متعدلة ويسموها بالانجليش حاجة اسمها نيوترو فيلز نيوترو ايه فيل مش زرافة يعني لا مش زرافة يا زرافة خلايا متعدلة رقم اتنين خلايا حامضية او بنسميها ايه زينوفيلز ليه حامضية يا رحمة عشان خاطر سبناها برا التلاجة بس خلاص 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 ما بسألش خلاص عشان نوع نعم الدوشة في الريكولدو بتاعي البيتش بتبقى اقل من من سبعة لا يا ماما عشان خاطر حطناش في التلاجة حمضت خلايا قاعدية كيش في القلش ما تليشيش معايا لو بسمحك تمشيش معايا ما تصاحبنيش انت ما تلكش في القلش يبقى اسأل وجدان يبقى اسأل وجدان لا لا ما بحب يشربش اصلا خلاص خلايا قاعدية وجدان لا شايفة رحمة بتقول عليك ايه انا ما قلتش حاجة عشان بس ايه انت تبقى ايه عارفة اصحابك مش هصحاب عشان بس ايه بوعيك لا خلاص يا ستي خلاص ما قلتش بكرة تقول خلاص انا غلطة خلال متعدلة اهي دي شكل الخلية بص بقى اول واحدة اسمها نيوترو فيلز التانية اسمها الزينوفيلز التالتة اسمها بيزو حتى جاء من كلمة بيزل يعني قاعدة بيزوفيلز ايه كلمة فيلز دي يا شباب سبحان الله بصوا لما جينا خدنا الاغشية بتاع الخلايا السلمنبرين لقينا ان السلمنبرين او الاغشية دي بتتكون من طبقة ثنائية الدهون معمولة من فوسفوليبيدات طبقة كده اللي هي اللي فوق دي ديها راس وديل وطبقة تحت راس وديل راس وديل راس وديل راس وديل راس وديل ده علق معلش بالمنظر ده بصوا شباب لو انا اسمت خلية بالمنظر ده على يمين الخلايا جواها مية وبرها مية صح وقادي السلمنبرين لساعتك بتقول عليه فيها راس وديل راس وديل خدت الحتة دي وكبرتها مشانا دلوقتي اصبح جوا الخلية فيه مية اه وبرها الخلية فيه مية اه انت بتقولي الكلام ده لي عشان اقولك ان الراس ده مواجه للماء ولا بعيد عنه مواجه ليه يعني الحاجة اللي بتواجه بتحب سميها هايدرو فيلك يعني فيلك محب او هايدروفيل ففيلك معناها محب والديل ده بعيد عن المية ولا قريب من المية هنا كده بعيد اه مش نحيت هنا ولا نحيت هنا ده الراس اللي هنا قريبا من المية والراس اللي هنا قريبا سمينا الهيد هايدروفيلك اما التيل بيخاف من المية كاره للماء سميناها هايدروفوبك هايدرو ايه فوبك يعني عنده فوبيا ونفس الكلام هنا دي بتقبل الصبغات محبة لصبغة سميها نيوتروفيلز ازينوفيلز بيزوفيلز فيل بعناها محب محب ليه للصبغات اي ان الحبيبات لالجرانيول زي ما جدد صباق حين لقيم لأن في خلايا بتقبل لحظة الصبغات القاعدية سميناها خلايا قاعدية وخلايا بتقبل الصبغات الحموضية سميناها خلايا حموضية وخلايا بتقبل سوادها ودا سميناها خلايا متعادلة ومتعادلة جاي من كلمة Neutral و Neutral مش Natural Natural طبيعي إن مادان Neutral متعادل سميناها Neutral TS خلايا متعادلة لما بصنا على الخلايا دي لقينا إن جواها أنوية النواة بتاعة الخلاة المتعدلة كانت متأسمة لفصوص لدرجة ان انا كنت بحس ان هي 3 انوية مش نواة واحدة فبنقول على النواة دي نية متقطعة او مالتي لوب دي معمولة من كذا فص دي النواة بتاعة الخلية تمام طيب عظيم جدا انا دكتور الكلام ده عايز اعرف بقى ركزوا معي خلاة الدم البيضة قسمناها الحاجتين خلاة محببة وغير محببة المحببة اللي قدامي دول والغير محببة اتنين كمان اللي هما الخلاة الينفوية وخلاة وحيدة النواة هسأل سؤال بقى الخلاة الدم البيضة كم نوع خمسة خمسة برافو حد معترض على هذا الرقم سمية معترضة طيب الحمد لله هما خمس انواع عايز اعرف بقى الخمس انواع كل نوع فيهم كتير ولا قليل كم نزبته من الخلاة الكلية بتاعة الدم البيضة اللي نيوتروفيلز اللي هي خلاة المتعدلة اكترهم اكترهم يعني قال لي من ستين الى تمانين في المية من كم كده يا صمر من ستين الى تمانين في المية دي نسبة الخلاة المتعدلة اما الازينوفيلز نسبتها وليلة يعني توصل من ثلاثة لخمسة في المية عادي جدا والبيضوفيلز نسبتها وليلة جدا من صفر الواحد في المية دي النسب بتاعتهم عظيم تاني حاجة يقول لي ايه الوظيفة بتاعتها ركز بقى الكلام ده مش موجودة عندك هو كل اللي قالوا لك ان كل الخلايا دي سواء دي او دي او دي جمعهم لك مع بعض قالك ان جواح وبيبات تحتوى على انزيمات محللة بتحلل بيه المايكروب اللي بتهجمه انا ما يهمنيش الكلام ده ده كلام الناس الصغيرة انا الناس اللي معايا ناس كبيرة وشطرة فيقول لك بقى ان الخلايا المتعدلة تكتر وتبقى مهمة قوي في حالة الالتهابات الحادة الالتهابات الايه الحادة تمام اللي بنسميها acute inflammation ايه الالتهابات الحادة الواحد اللي ما يحصل له دور الالتهابات لوزعنيف اسمه الالتهاب حاد لو عملت له صور الدم وبصت على خلايا الدم البيضة وبصت على النوع اللي فيها الاسمو نيتروفيز مطاقة لايه عالي؟ ليه عالي؟ لانه بيهاجم الميكروبات اللي عاملة الالتهابات الحادة طيب ألاقيه برضو ايه وظيفة النيوتروفيز تاني غير الالتهابات الحادة؟ قال لي تبقى تشتغل كخلايا بلعمية بس صغيرة الحجم تمام كده؟ يقولوا عليها اسمها مايكرو فاج يعني مايكروفاج خلايا بلعمية مايكرو معناها صغيرة يعني بتعمل وظيفة اسمها بلعمة اسمها ايه بلعمة؟ عملة تبلع الميكروبات او بنسميها بالانجلش فاجو سايتوزس سمع يا احمد فاجو ايه؟ فاجو سايتوزس فاجو معناها فجعة بتاكل اللي هي وظيفة البلعمة بتاكل اي حاجة غريبة فدي بتحب دايما تاكل لكن حجمها صغير ده كده الخلايا المتعدلة نفتكر بقى ان النيوترو فيه زي اكتر الخلايا في النمبر يعني العدد وبتكتر في الاكيوت يعني الحد يعني الالتهاب اللهم قدل لخت خلصنا النيوترو حدا يسأل انا قولي هو حضرتك بتقولي يعني احنا يعني السبغة دي بتبقى غراضها عشان بس نشوف تحت المواقف بس كده مش هايزين اكتر من كده تمام طيب تاني حاجة بص بقى الحتة اللي جاية دي انا باضطر ان انا احفاظهم بالانجلش عشان اعرف احفاظكم الوظائف بتاعتها بتبقى حلو بص كده الازينو عايزينو يعني مهمة الازينو عايزينو في الحساسية اي حد عنده حساسية وقام دور الحساسية عليه لو عملت له تحليل دم وطاقة لايه انه نوع من الخلايا التلاتة الكتار الحمضية الحمضية فالحمضية في الحساسية الحمضية في الحساسية والازينو عايزينو في الحساسية طب عايزينو كمان فين يقول لي كده عايزينو في حاجة اسمها البرازيتيك انفكشن يا دكتور كلمني لغة فهمة يا عم منتا تفيليات وأشهر أنواع التفيلات اللي بتكلم عليها الديدان فأي حد عنده ديدان متوقع لأني له عالي حمضية يبقى والإزينه عايزينه في الحاسسية يعني الخلال الحمضية بتاع الحاسسية الله ما قد دل لها ولو بصين على الخلية بتاعتها هنلاقي شكلها عامل كده قادي الخلية والنواع عاملة كده زي الهدفل أو حذبة الحصان بص كده أهي قادي النواع تمام طيب تعال نروح للخلية الأخيرة اسمها بيزوفيلز قلت لها بيزو قلت لها يا دكتور إسلام شوف المحترم يا جماعة عزيزين بتقول لي يا دكتور مش يا ميستر رب اللي يقول لي ميستر يتمسطر يا رب فيقول لي الخلية دي معمولة بإيه بادئة بحرف البي قلت لها وظفتك إيه بت لشان أنا يعني بيزوفيس ولي يا بت قلت لها قلت لها قلت لها بابتدي بحرف البي وبي كابتال كبيرة قلت لها يعني قلت لها بخزن عشان أنا نفع بقى زي الشمطة بخزن كده قلت لها ببت فكرة حلوة قلت لها فأنا وظفتي أخزن تخزين قلت لها تخزيني مين قلت لها أي حاجة آخرها قلت لها يعني قالت لي هستامين وهيبارين وبرادي قاينين برادي إيه؟ قاينين وسيريتونين ده بالمصري لو نضعت بره النطق ده يقوله عليك يعني عار فهو بيخزن بيخزن مين؟ أي حاجة آخرها إيه؟ هستامين هبارين برادي قاينين سيريتونين المواد دي طبعا لها وظيفة الشرعة نتكلم عليها للملاش لازمة دلوقت تمام يا شباب؟ كده خلصنا خلال محبحبة خلال إيه؟ المحبحبة حبابة يا شباب بضحك هم هل من سئل؟ السكوت عالمة الرضا هل هذه الحاجات كلها موجودة في المناج؟ لا طبعا لا أنا أقولك اللي موجودة في المناج إن هي خلال محببة تحتوي في الحبابات على الأنزيمات بتاجن بها الميكروبات الغريبة بس كده يا الله رب شفتي بقى لا يا مومنت مش هتاخدي أي حاجة تمام؟ بس في نفس الوقت سألة الله صعبة دكتور قولي يا وجدان يا سئل دي بإنهي لغة سئل؟ أم لغتي معاكيد فعلا أه مش لغة كده أه ماشي عاجبك أماش عاجبك؟ لا عاجبني أه في كده ماشي ست 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 يلا قربنا نخلص يا أولاة شفتي يا أولادي تحسوا إن أنا قاعد بدل خسة في الغير دلوقتي سادر كنت ممكن أعمل دليت قوي بس خلايا طب ما كتبسحهم كلهم يا دكتور بس ساعة دا كتب خلايا الدم البيضة تايني أكتبها لك أنا لأ لا ما تكتبوش لا إله إلا الله آه آه أنا كده عشان الخط بس اللي عامل دا شفتي بقى تفرق يا ماما ماشي الله لماحة قوي وزواق من يومي مش بقول لحضرتك بقولها على البنت اللي قال طيب على فكرة يا هودة بتغلط فيك بقول عليها لماحة فيك وجدان لو عملتها تانية وجدان هقفل الحسة مش بهزر فضلي يا سمر انتو لسه شاكلين سبحان الله طلعت ودخلت من ساعة بتقول لي ليه بتقول لي ليه انتو لسه فاتحين طلعت ودخلت تاني من ساعة سبحان الله شفتي كنت اتفتكري خلصنا حسة خلصت شلال طيب يلا الخلالة كان محببة هم نوعين في خلايا شباب اسمها خلايا وحيدة النواة فيها نواة واحدة كبيرة بيسموها بالانجليش كده حاجة اسمها مونو يعني وحيد سايت يعني خلية تمام كده مونو سايت ادي اول حاجة الخلايا وحيدة النواة اشعجبني الخط ده ربنا لا جيب لك خط حالو تمام وبعد كده عندنا خلية تاني اسمها خلايا لمفاوية خلايا لمفاوية او بنسميها لمفو سايتس لمفو ايه؟ سايتس اوكي اوكي جدا يا دكتور عظيم اوي الكلام ده يلا خير خير يا صمري تعالوا بقى نبتدي اول حاجة بالخلايا ايه؟ وحيدة النواة ايه قصتك يا وحيدة النواة؟ سايتس يا دكتور انا قصتك تصعب عن كافة قلت لها ليه؟ كفالها الشر قلت لها بص يا سيدي قلت لها انت هتصحبيني انجزي قلت لها حاضر يا عم ما تزقش قلت لها عارف البون قلت لها اه اه ببقى فيه نخايا العظام ده قلت لها لا شكله نخاع العظام الأحمر موجود في العظام المسطحة بس نهائة بتاع العظام الطويلة ومتلها هينجزي قلت لها حاضر استنى استنى يعني استاهدأ كده بالله علاية طلع عاضر قلت شايف البون الحلوة ده تلاعرفها مانا اللي رسمها قلت لها براض قالت لي جواها ولا ياكل لخاع عظم انا لما رسم اللحمر ايه نميقص فيning part of the very Big طويل فقط ان العظام صاحب Europe بمثال عن عظم بشكل عام سواء المسطحة أو نهاية العظام الطويلة جوها نخاع عظام أحمر تلقى تمام قالتلي نخاع العظام الأحمر دي يوم يصنع ويرمي في الدم تلقى يرمي مين قالتلي يرمي خلايا وحيدة النواة ماذا تسمى مونوسايد تلقى حلق قالتلي هي خلايا كبيرة ماشية في الدم وهي ماشية في الدم يا شباب الخلايا الكبيرة دي تسلك مصرين في ناس ربنا يديها وتستقر وتتجوز تتجوز يعني تروح جوه الأنسجة جوه الخلايا ولما تستقر وتتجوز يعني يبقى اسمها خلايا ثابتة فانسميها فيكسد سميها ايه فيكسد او ثابتة ولما يبقى اسمها خلايا ثابتة تسمى باسم الأنسجة اللي استقرت جواها في مثلا واحدة لما تتجوز يسموها ما تتجوز مثلا واحد اسمه محمد حرم الأستاذ محمد بيهمشكم يا بنات بهزر عشان نعب بقى في طائفة نسائية في الحصة هنا خلاص والباقي من الخلايا يكمل ما يستقرش يفضل يلف داير على حل شعره جوه الدم يبدأ بيلف عمال يلف ويدور يلف ويدور جوه الدم يسموها خلايا متحركة خلايا متحركة وسوري في اللفظ خلايا صائعة يعني تمام والخلايا المتحركة دي اه يبقى اسمها ايه فري تمام كده الخلايا الفري دي سموها فري برد طب بصوا يا شباب الخلايا الفيكسد سموها فكسد ماكرو فاج تمام والخلايا الفري دي سموها فري مكرو فاج تمام تمام جدا جدا طب الخلايا الفيكسد او الفري دي اسمها ماكرو فاج واي حاجة اسمها فاج نسميها خلايا بلعمية خلايا ايه بلعمية خالي بالكم لبلعكم قادي الخلال بلعمية عظيم جدا هذه الخلالة شباب بتبلع اي مايكروب معادي سواء ماشي في الدم القطو الفري او راح للنسيج المعادة خالية والقطو الفيكس تمام ليسا منها ماكرو حد يرد علي حشان صغيرة لا التانية كانت مايكرو يا ماما مرض اسمه ايه ماكرو حتى زمان كده كان فيه مبيلات مبيل كده اسمه ستة ستمية كان الكرت الميموري بتاعه كبير فكان يسموه حاجة اسمها ماكرو ميموري انما دولات الكروت الميموري صغيرة خالص كي يسموه مايكرو ميموري تمام يبقى ماكرو خلاة بالعمية كبيرة تمام انما مايكرو فاجئ الخلاة بالعمية ليه الصغيرة مين اللي كانت صغيرة اني خلايا ها المتعدلة ايوه برافو عليك احسنت يا رانو ناس مركزة تمام يبقى ده بالنسبة للخلاة ليه الخلاة البلعمية طيب الخلاة البلعمية الساكنة او الثابتة لي الفيكسد ماكرو فاجدي بقى وظفتها او الفري على فكرة وظفتهم مما الاتنين يعملوا وظيفة اسمها اي خلية بلعمية تعمل وظيفة اسمها ها التهم لا اسمها ايه بلعمة ايوه احسنت اسمها ايه بلعمة والبلعمة بالانجليش اسمها فاجوس سايتوز معلش هنحفظ اللغتين اسمها سهلة جدا اسمها فاجوس ايوه ادي وظيفة الخلاة ايه البلعمية الكبيرة فاجوس طيب مين بقى الخلاية السابتة تعال ناخد امثلة لها الخلاة الفيكسد دي والله تسمع حسب النسيجي لاستقارة جواه لو هي استقارة جواه الليفر او الكبد نسميها البي سايلانت كفر اسمها ايه كفر سيلز كفرتيني في عشتي يا شيخ ولو هي استقارة جواه العظام نسميها استيو كلاست لا هي يعني ايه هو كلاست بتكسر استيو عظم يعني بتكسر حاجات غريبة في العظم ممكن تكسر عظم نفسه انا مش عايز ترجمة حرفية للخلاية انا بقولك امثلة للخلاية بس فين بقى دي مثلا موجودة في الكبد دي الكفر سيلز ودي مثلا موجودة في العظام بالمنظر ده ومثلا عندنا من تاني خلاية الغراء العصبي كنا اخدنا السنة اللي فاتت رمتاني في الجهاز العصبي دي موجودة عند البرين المخ والايه والاعصاب تمام دي امثلة للخلاية الايه كده يعني يعطينا حقها قوي للخلاية البلعمية تمام فالخلاية البلعمية هي خلاية غير محببة تندلك تحت مين يا شباب تحت تاني نوع من الخلاية خلاية البلعمية يلا تن 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 بتمزج قوي بالمسح اصلا لما بدوس دي ليه تقول كأن عارفين الكلام اتنسح مرة واحدة فمجهودي كله بيروح في مرة انما لما مسحه كده يعني عارفين اللي هو الامر بيجي واحدة واحدة مش مش بتصدم مثلا اقولي كنت بتسألي في حاجة نا انا بقول ان حضرتك غاوي شقة اه معلش هو الانسان المجتهد كده بيبي غاوي شقة في حياته شقة وبيت مش قادر مش قادر تعرف احسن حاجة يا وجدان معروفة انت عارفة يا وجدان الاموشن انت عاملاها اصلا مش بينا بينا عندي علامات استفهام فده احسن حاجة في الدنيا كلها ايه بتسألي سامر كنت بتقولي حاجة لا الحمد لله طيب يلا شباب الخلال انفوية الخلال انفوية او الانفوساي دي تلت انواع تمام فيه نوع بنسميه خلايا باقية فبنقول عليها بيسلز صراحة انا بكره العرب فيه يعنيه خلايا باقية يعني يعني انا لو عندي خلايا مثلا دال او دي نسميها خلايا دالية ايه الكلام ده ما علينا والمهم ان اسمها خلايا باقية اللي هي البيسلز انا امسح بقى كلمة باقية بس انتوا عارفين يصط بيها بيسلز وعندي خلايا تاقية اسمها تيسلز تاقية بالته تمام طيب وبعد كده عندي خلايا لا هي باقية ولا هي تاقية يسموها خلايا التالت اوترة اسمها ناتشرال كيلر سيلز الخلال قاتلة السامة التالت قتلة طيب اسمع يا ابني مني الكلام ده الخلال بقيا نسميها خلال جبانة مش اشهد والخلال تقيا نسميها خلالة شجاعة تمام طيب اخر بقيا خلال الخلال ناتشرال كيلر سيلز نسميها ايه شايماء قال لي نسميها ناتشرال كيلر سيلز الخلال قاتلة السامة طيب كل واحدة عايزة أبدأ أتكلم على مكان تكوينها يلا كل الخلاة دي تكون في حاجة واحدة اسمها البون مارو مين البون مارو ده يا شباب نخاع العظام أنهي نخاع العظام أحمر أحمر بدأ أول حاجة مكان التكوين كلهم في نخاع العظام اللي إيه؟ اللي أحمر بعد كده مكان النطج مكان اللي إيه؟ النطج تمام؟ يلا فين بقى مكان نطجها؟ بصوا شباب التي سيلز اللي هي الخلاة التائية بتنضج داخل الغدة التايموسية ده الأساس فيها اللي هي الثايموس جيلاند تحت تأثير هرمون هرمون التايموسين فاكرينه لما قلنا الغدة التايموسية بتفرز هرمون الثايموسين أو التايموسين اللي بيرح يحفز نطج الخلايا التائية طب احنا كناش فاهمين من الخلايا التائية دلوقتي فاهم يا باشا قلت لكم وقتها بقول لكم فاكر لما قلت لك قديني بقول لك تمام؟ وبعد كده تفضل تنضج لحد ما توصم رحلة البلغة وخلاص بك وانت وانت بالغ دلوقتي كل الخلايا التائية اللي عندك ناضجة ليه؟ لأنها خلاص نضجت داخل الغدة لإيه؟ التايموسية أسأل سئل؟ أسأل أسأل مين يا سلم؟ أسأل مين يا سلم؟ شاهد معوط شاهد تفتح المايك ولا؟ يلا برافو قولي ليه شاهد بقى لغدة تايموسية دي كان مكانها فين؟ اللي هي أمام أمام السمويدة أمام الحنجرة؟ لا ما كانتش الحنجرة؟ في القصبة أمام القصبة نواية حلو فين بقى بالزبط؟ فوق اللي هي عند الصدر في الصدر أمام القصبة أعلى مين؟ أعلى مين؟ أعلى مين؟ أعلى القلب وخلف مين؟ آآ خلف ليه عضمة إيه؟ عضمة القصة أيوة كده برافو طيب إباداء الصايموس جيلانت تكتبها كده بالإنجليش عشان إيه؟ ليها أهمية في الكتابة الإنجليش بتاعتها بص بقى الخلايا التاية اللي هي التي سيلز بتنطق داخل الصايموس جيلانت أو غدة تايموسية بالإيه بالتي برضو عظيب طيب البي سيلز يا جماعة والخلال بقية مكان النطج يقولك برضو نخاع العظم يعني هي بتتكون وتندق داخل نفس المكان نخاع العظم الأحمر الصراحة بقى لا أميلا يا دكتور هي بتندق داخل حاجة اسمها بص بقى أول ما اكتشفنا مكان نطجها اكتشفناه في البردس في الطيور ويحلق العصفور ويحلق العصفور ويحلق النشور كده يعني تبدأ بتغني بقى في الطيور لقينا جواها حاجة اسمها بيرسة اسمها ايه؟ بيرسة مش بركة مش رايحين نصيف احنا هناك اسمها بيرسة ايه البرسة دي بقى يا دكتور البرسة دي حتة نسيق كده معين في الطيور يقابله في جسم الإنسان الكبد والطحار الكبد ولا ايه؟ والطحار يبقى اذا مكان نطجها فين؟ في البرسة في الطيور والطيور دي فخلاص دي بقى لاش علاقة بالطيور في جسم الإنسان يقابل البرسة الكبد والطحار تمام؟ اللي زي العروسة سمر مش فاهم بتقولي العرسة العرسة عرسة استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب طيب بص يا عرسة هنا يبقى زي يبقى بمكان نطج بطينا الله يسامحين تندق فين في البرسة البرسة دي في الطيور فاكتشفنا انه مقابل في الطيور دي في جسم الإنسان هو ليه؟ الكبد والطحار طيب عايزة اقول لكم بقى ان احنا في جسمنا برضو اصلا بقى فيه حاجة اسمها بيرسة وانت قلت البرسة ليه؟ لك البيسلس خلايا باقية بتندق في البرسة الله يبقى البي في البرسة والتي في الثايمس بالتي مدى التايموسية جميل جدا عايزة اقول لكم اصلا اصلا احنا عندنا في جسمنا بيرسة عارفين ايه البرسة اللي في جسمنا بقى؟ المفاصل الزلالية لما نيجي نرسمها بالمنظر ده كده كان بتبقى مغطاة من فوق كده بغضريف اهو ده غضروف وكان برضو هنا كده بقى فيه غضروف وكونوا مفصل زلالي كان ما بين الغضريف فيه ايه؟ ننطق ايه احسنتي ادي الثالث زلالي عايزة اقول لكم بقى فيه حاجة احنا مخدناش في تركيب الفاصل الزلالية اصلا مش مهم عليك بس الموجودة يعني بقى فيه حاجات اسمها بيرسة الموجودة كده عند ايه؟ عند الغضريف بسموها كده الوسائد الغضروفية هي دي لو انتوا سمعتوا عنها بالعربي الوسائد الغضروفية هي دي البيرسة عبارة عن مخدات بتحمي الغضريف اكتر من الاحتكاك تمتص الصدمات ما بين المفصل وصلت سموها بيرسة اسمها الوسائد الغضروفية تعالوا نتفرج عليها فين بقى البرسة الموجودة عندنا نكبر الصورة دي كده هتكبر الان هتكبر لو ما كبرتش عادي مش لازم فين يا ولد بص كده تحت شايفين الصورة دي لتحت خالص ده مثلا دي كده بيرسة دي كده بيرسة دي كده شايفين مخدات كتيرة جدا دي كده بيرسة كل اللي باللازل اق ده ينقول عليه اسمه بيرسة تخيرين دي كده بيرسة مخدات بيتسند عليها كزا حاجة عضم ومفاصل ودشوينس ووريجامنس وهاكزا واربطة واوتار خلاص دي بنسميها ايه وسائد غدروفية تابعين يا شباب اسمها ايه وسائد غدروفية طيب أقول لكم عن حاجة بها يعني الكبيرة دي مش بيرسة اللي هي الزرقة الكبيرة دي اللي فوق هي زي البيرسة اللي هي المنحنية دي كده زي البيرسة تسميها حاجة اسمها ريسس عشان شكلها يعني طيب يبقى ده كده بالنسبة ليه مكان النطج لو هو سألك يعني جاب لك كل اختيارات فيها نخايا عظام احمر وما فيهاش بيرسة خلاص هنختار نخايا العظام الأحمر طيب لو خيرك جاب لك في الاختراض بيرسة لأ تبقى عارف البرسة اللي هي الوسائد الغدروفية بتبقى موجودة ودي بتبقى مكان النطج خلايا الدم الحمراء أو الكبد والطحال برضو بيبقى صح تمام طيب نسبة الخلايا بقى يا شباب بصوا معاي لو احنا بصينا الخلايا اللي نفوية تلات أنواع تي سيلز وناتشرا الكيلر سيلز وبي سيلز من أكترهم تي سيلز قد ايه قال لي حوالي تمانين في المية يا معظم الخلايا اللي نفوية خلايا تاقية طيب والخلايا الباقية من عشرة لخمستاشر في المية تمام يتبقى دي من خمسة لعشرة في المية من خمسة إلى عشرة في المية بيبقى خلايا قاتلة سامة عظيم طيب اتعرفنا على النسبة حلوة جدا ايه بقى الوظيفة بصتا شباب الخلايا الباقية قلنا عليها خلايا جبانة ليه لأنها لما بتهاجم أي أنتجا غريب مش بتروح تهاجم بنفسها لو جه أي حاجة غريبة قل لها ايه ده استنى انا عارفك قل لها يعني ايه يعني عرفاني هتهدديني قل لها طب لو انت راجل استني يعني مش عارف لو انت راجل استني ازاي معا لين هي كده فيستنى قل لها خلاص انا واقفلك هوا تعملي ليه يعني تيجي على طول بصت بقى البي سيلزة او الخلايا الباقية تنقسم ولما تنقسم تدي لي خلايا اسمها خلايا البلازمة او بنسميها بلازمة سيلز بنسميها شباب بلازمة سيلز وتدي لي حاجة اسمها ميموري سيلزة خلايا ذاكرة وتيجي البلازمة سيلزة دي تنتج انتيباضيس ايه الانتيباضيس دي؟ الاكسام المضادة وليها انواع نتكلم عليها دلوقت يبقى البلازمة سيلزة تبدأ تنتج والانتيباضي هو اللي يحييه هاجم اليه الانتيجن الجسم الغريب يبقى هل يا شباب اللي هاجم الجسم الغريب الانتيجن ده اهو هو البيسل نفسها الخلايا البقية ولا الانتيباضيس الاجسام المضادة الانتيباضيس الاجسام المضادة فعشان كده معناها خلايا جبانة ما حاجمتش بنفسها تمام دي طريقة الهجوم يبقى الانتيباضي دي مين اللي بينتجها؟ البيسلز لأ الخلايا البلازمة اللي هي البلازمة سيلز الناتجة من البيسلز تمام كده طيب ده كده بالنسبة لوظيفة الخلايا الباقية قلناها إنتاج الأجسام هو بقى يقولك إنتاج الأجسام مضادة لا هو الصح إنتاج البلازمة سيلس أو الخلاكس خلايا البلازمة التي تنتج الأجسام المضادة ما علينا هي وظيفتها بأنك تتعرف على الأنتجن وتلتصق به وتروح تنتج أجسام مضادة هاجم هذا الأنتجن الغريب حد كده عنده سؤال دكتور مش تلتصق به اللي هي تهجمه برضو لا لا تلزى بس فيه تمسكه طعب عليه إنما الهجوم إنها تقتل وتاكله تبلعه وتكسره دي معنى كلمة هجوم الخلايا التائية بقى يا شباب اللي هي التي سيلس لقينا منها تلت أنواع ومفروض المهمة أربعة يعني خلينا ماشيها تلتة أقول لكم كده شفائية للنوع الرابع في نوع اسمو تي سيتوتوكسيك وبعدين بقى في الإنجليزي بتاعها جديد نسميها الخلايا السامة سيتو معناها خلايا توكسيك سامة وفيها عندي خلايا اسماتي هلبر جاي من كلمة هلب الخلايا المساعدة وعندي خلايا اسماتي سابرسور جاي من كلمة سابرس يعني يوقف فنسميها الخلايا المثبتة المثبتة يعني اللي بتوقف عظيم دول بقى بيعملوا يبصوا يا شباب أول حاجة الخلايا السامة دي بتأتي لأي حاجة قدامها وتهاجم أي حاجة سواء كانت بكتيريا فيروس خلايا سرطانية بس أهم حاجة بقى فيها وبتيجي كتير في الأحسنة اختيار MSQ إن هي المسؤولة عن رفض الأعضاء المذروعة عن إيه؟ رفض الأعضاء المذروعة واحد عمل عملية زرع كابنت وبعد أسبوع تكتشفوا قالوا العملية ترفضت يعني ترفضت بعد ما عملوها العضو ترفض من الجسم مين اللي بيخلي العضو ترفض إنه تهاجم بالأجسام خلاص المناعية اللي هي الخلايا التائية السيتوتوكسيك الخلايا السامة تمام؟ تنرمز عليها رمز TC سيتوتوكسيك والT هيلبر TH والT سابرسور بتبقى TS إبقى دي بتهاجم أي حاجة غريبة وتقتلها تبدأ تطلع من جواها سم تقتل بي الأجسام الغريبة وممكن إيه المسؤولة عن رفض الأعضاء المذروعة عشان كده يا شباب لما حد بيعمل عملية زرع أعضاء بياخد أدوية مسبطات مناعة بتقلل المناعة عشان تقلل التي سيتوتوكسيك دي تمام؟ طيب التي هيلبر التي هيلبر دي تروح تأكتف تنشط تعمل على تنشيط زي دي معناها تنشيط بعض الخلايا السم عشان تروح تنشطها أكتر وتروح تموت البكتيريا والحاجات الغريبة وتساعد في تنشيط كمان البي سيلز تنشيط مين؟ البي سيلز الخلايا الباقية يبقى تي هيلبر اللي هي خلايا التاقية أحد الأنواع تساعد في تنشيط الأنواع الأخرى من التاقية وتساعد في تنشيط الخلايا الباقية الخلايا الباقية بتعمل ايه؟ بتلزأ وتتعرف او تتعرف وترزى وتطلع ايه اجسام مضادة وانت بادي استهاجم لانت شين الغريب خلال مساعدة طب التي سابريسور بتوقف ناقصهم توقف مين كل الخلال باقية والتاقية عن الشغل بعد ما يخلصوا وظيفتهم وهجومهم عشان ما يفضلوش شغالين عمال على بطار تمام طيب فضلت خلاص يعني يقلل من عشر دقائق ده كده بالنسبة ليه الخلال التاقية فيه نوع اخر من الخلال التاقية النوع الرابع اسمه T-memory سلزة زي الميموري سلزة دي زي التاع اللي بتنتج من البي سلز فيه احد انواع T-سلز اسمها T-memory خلال تاقية ذاكرية بتتذكر الخناءات اللي بتحصل من سبب مكروب معين لما يدخل المكروب ده جسمي مرة تانية خلاص مش هيلحق يعمل اعراض وانهاجمه على طول وما يلحقش يوظل اي اعراض للمرض تمام بقى عندي منعه مكتسبه ضده عظيم جدا طيب يا شباب فيه بقى الخلايا القاتلة السم اللي هي الناتشرال دي تقتل اي اجسام غريبة او اي ميكروبات او اي خلايا ورامية سرطانية عادي جدا نشغل عمالة تيتل في خلق الله ودايما يا جماعة بتطلع مطجة على طول مش لسه نستنى لما تنضج فيقولوا عليها خلايا التالت اوطل انا دايما بحب اقول عليها البيسل والتيسل الخلايا باقيه والتيسل خلايا متعلمة تعلمت في مدارس الحياة مدارس الحياة بتنسبلها ايه لا فلو قلنا مثلا خلايا الباقية تنضج في البرسة او الكبد والطحار ففي مدرسة والخلايا التائية تنضج في الغدة التايموسية عما الخلايا الناتشرال كده الخلايا غير متعلمة التالت اوتلة تمام كده قلوا عليها نتشرال كده نتجها تم داخل نخاعل ماولوكم على حاجة هو يعني بتنضج داخل هي اصلا طلعة غير نجة يعني مش عارفة هدفها تعمل ايه والتي الخلايا الانفاوية التائية دي الياتيسل كانت طلعة مش متمايزة يعني لا فيها تي سيتوتوكسك ولا تي هي خلايا تائية وخلاص لما راحت الغدة التايموسية وطلع لها التايموسين بدأ يميز ايه انت تعمل كذا وانت تعمل كذا وانت يسمي كذا وانت يسمي كذا بدأ تحصل تمايز وكل واحدة تكتسب وظيفة وتتعلم ازاي تأديها سبحان الله تمام ده كذا بالنسبة للخلايا اللينفاوية صعبة يا شلال لا حلو جدا دكتور ها لينفا حجتك بس تقول الخلايا المصبتك بتعمل ايه تاني بتوقف كل الخلايا تانية عن الايه عن العمل بعد ما تخلص شغل يعني توقف التي سيتوتوكسك والتي هيلبر الخلايا المساعدة الخلايا السامة والبي اللي هي الخلايا الباقية عن شغلهم بعد ما يخلصوا وظيفتهم مهجوم الجسم الغريب يعني كده السؤال تاني يعني كده الغدة التيموسية بتعمل على النطب وتميز الوظائف بالظبط كمان اه اه بالظبط يا تسني بس كل واحد بيتذكر الحاجة اللي بيهاجمها تمام ده كده بالنسبة ليه الخلايا الدم البيضاء كلها خلصنا تمام تعال اروح بقى ليه الصورة بتاعتنا تاني عشان نعرف احنا خلصنا ايه احنا كده خلصنا العضاء الانفاوية كلها خلصنا خلايا الدم البيضاء كلها ما عدا الخلايا الانفاوية الباقية البيسلز كان فيه تحتها حاجة اسمها الاجسام المضاد الاجسام اللي هي الانتباط دي لسه هندرسها لوحدها تمام وبقى لنا كده الاربع دول الاربع دول ما ياخدوش مثلا بتاع التلت ساعة بس مش هاخدوا من النور ده نتاقب عند هذا الحد ان شاء الله المرة جاء نخلص الدرس نبدأ في الدرس الجديد طبعا هيبقى فيه زيادات تمام هناخد الاجسام المضادة وناخد الكل مقاينات تمام نختم الاول الفيديو ده تمام وعا كانت تفقها المعاد سبحانك الله ومبيحمدك نشهد ولا إلا إلا أمت نستغطيرك ونتوب إليك